اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حصل حدثة في مباراة النادي الاهلي مباراة التحادسكندرية في مباراة السوبر كرة السلة والمباراة تلعبت في صالة الدكتور حسن مصطفى وانتوا عارفين طبعاً الاحداث بتاعتها والمباراة ماشية كويس قوي والاتحادسكندرية ممتقدم على النادي الاهلي مره واحدة لقينا المقصورة وقعت وقعت على 27 واحد من جماهير نادي الاتحادسكندرية طبعاً هنا بقى كله بيتوقف مفيش بقى لا اتحاد ولا محلة ولا زملك ولا اهلي هنا احنا كلنا مصريين عارفين يعني ايه كلنا مصريين عشان كده النادي الاهلي اجتمع مجلس ادارته ومعه رئيس مجلس ادارة الكابت المحمود الخطيب وخده قرار فريد جداً دلوقتي اللي بياخد بطولة بيمسك فيها ما برداش تسيبها لا النادي الاهلي عمل حالة انسانية يعني مفيش بعد كده عشان كده بقول لكم الكبير كبير سواء كبير على المستوى المحلي او المستوى الدولي فقدر النادي الاهلي مع مجلس ادارته تنازلوا عن كأس السوبر لنادي الاتحاد هتقول لي طبعا المباراة ما كملتش في حاجة اسمها حالة انسانية حالة انسانية عاوز تدخل الفرحة على قلوب عشاق الاتحاد السكندرية والالام اللي كانوا فيها طبعا النادي الاهلي تنازل بكل حب وتقدير والكلام ده هو ده المعنى الثامي للرياضة والاخلاق وقول زي ما انت عاوز تقول وهو ده الاهلي يا جماعة الاهلي بيضحي بطولة تحط في الدولاب بتاع البطولات بتاعته بتعمل تاريخ بطولات واسواء كاس او دوري او سوبر او الكلام ده كله لا النادي الاهلي تنازل عن بطولة انا بلوكم فيه حاجات وحاجات انسانية عشان كده الكلام ده مش لسه من قريب النادي الاهلي من 1777 نموذج للقيم والمبادئ والعطاء وزي ما هتول تقول الاهلي كبير وهيفضل عمره كبير والحاجة الجميلة النادي الاهلي ما بيبصش البطولات قد بيبص ان عاوز يسعد الشعب المصري بيسعد مين جمهور التحاس كندرية جمهور التحاس كندرية ده منين مش من مصر فقالك الالام واللي حصلت الحادثة دي الاليمة ربنا ما يعودها تاني فالنادي الاهلي تنازل عن السوبر لنادي الاتحاد بعض الناس بتقولك ايه موضوع بتاع مروان عطية والتاع والكلام ده كله وعملوها كده لا في حاجة اسمها انسانيات انسانيات ده لازم بقى عندك رحمة من جواك لازم يبقى منك وبين ربنا عمار ربنا بتعمل حاجة بتعملها وربنا ببريكلك فيها النادي الاهلي فعلا اقدر اقول في الجزئية دي كلها الكبير كبير يا اهلي تقدرش اقول حقايا اكتر من كده الجزئية التانية اللي انا عاوز اتكلم فيها اللي هي صفقات الشتاء النادي الاهلي بدأ الموسم السنة دي عمل مباراة حلوة اوه وبعد فترة ما توقف الدوري رجعت الفرقة شوية في اصابات كتيرة وبتاع وبدأ المستوى يتهزي الى حد مات بعض الناس زعلت قلتلك اين النادي الاهلي اللي جراله فين الصفقات وفين 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 النادي الاهلي ما بيدورش على الكم النادي الاهلي بيختار اللعيب اللي يناسب اللي بينasuresب النادي الاهلي النادي الاهلي ما عندوش مشاكل في اي حاجة لما بلاقي عنده بعد ما أصيب أكرم أصيب كريم فؤاد الاثنين أصيبوا بالصليبي ربنا يشفيهم ويعفيهم ويرجعوا في أسرع حالة بسرعة لأنه تعرفين طبعا الإصابة دي إصابة العينة وهي دي الحاجة اللي بتخلي اللعيب يعني بتزل اللعيب معنا أصح فربنا يرجحهم بالسلامة والاثنين على خلق وعلى حاجة جميلة جدا وعلى أخلاق ومباق وكل حاجة إنما هو ده نصبهم فعشان كده هبقول الحمد لله عشان كده النادي الأهلي فكر على طول ما خادش تفكير قال لك أنا عاوز أجيب لعب مكان أكرم اللي هو خالد عالفتاح جابه من سموحة اللي هو زهير أيمن وقعاره ست شهور عشان لو ما وفقش أو 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 بيقولكش أنتوا اشتريتوا الترماي لا النادي الأهلي بيختار الأماكن اللي هو محتاجها ما بيختارش كم من اللعيبة ويقعد عنده ويعمل مشكلة مع المدرب ويعمل 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 الكلام ده مش فينادي الأهلي وبعد كده لقى نفسه محتاج في الجناح الأيمن فجاب التونسي محمد الضوي اللي هو كريستو هو لاعب مهوب وده سنه عشرين سنة وبصفة عامة بقى النادي الأهلي عمل إيه؟ بيعمل بيعمل فرقة جديدة دلوقتي أو بيدخل أفراد جديدة وبيعمل للمستقبل وضرب الصفقة دي بتاعة محمد الضوديت ضرب عصفرين بحاجة نجاب لعيب يختموا السنة دي وهو تحت السنة أصلاً وبعدين ما دفعش غالة مالية ما تقولي إزاي ما دفعش غالة مالية كان ديه فلوس عند النجم الساحقلي بتاع اللعيب النادي الأهلي اللي كان واخده قبل كده وفي نفس النادي الأهلي النادي الأهلي بيقولوله إحنا عاوزين اللعيب ده قالوها تدفع كام كذا تتفقوا قالوا طيب خلاص الفلوس اللي انتم كتبتعوها ويرامع اللعيب الافريقي اللي انتم خدته خلاص واخدوا اللعيب ده مكانه وخلصت المشكلة واللعيب ده هيبقى موجود وليه شأن كبير قوي في النادي الأهلي وافتكروا الكلام ده فعلاً الأهلي كان محتاج في وسط الملعب دلوقتي كمان محتاج رمانة الميزان رمانة الميزان ده لازم يكون حجم لعيب باسم النادي الأهلي وانت عارفين طبعاً هو بيكمل عاوز يكمل قالي ديونج والسولية ومحبود فتحي وحمد فتحي وفيه لعيبة كتير في نص الملعب انما النادي الأهلي بيحب يدعم بيدعم عشان كده قاعد يدور يدور لحد ما المدير الفني قالك انا عاوز مراوانة عطية لعب للتحاد هو لعب متميز وعنده شخصيته وهيكون له دور كبير مهم جداً مع النادي الأهلي ولسه هيكون لسه فيه ليه دور كبيرة ومع النادي الأهلي فيه كاس العالم للأندية هو واللعيبة اللي جات وانا بقول لكم النادي الأهلي قبل ما يتقفل القيد الشتوي عامل مفاجأة جماهيره مش أعلن عليها عامل مفاجأة كبيرة قوي قوي بقول لكم النادي الأهلي بيحس بجماهيره وجماهيره بتحس بالنادي انتعارفين الأزمة المالية اللي موجودة لكن النادي الاهلي بيحاول بقدر الامكان اندي يرضي جماهيره جماهيره اللي هي السند الوحيد للنادي الاهلي انا بقول لجمهور النادي الاهلي شفتم برات الدول اللي تلعبت الفترة فاتت قديه لما انتم بتبقوا ورا فرقيتكو انتم بتهزوا الصخر بتهزوا جبال خليكوا ورا فرقيتكو او حاجة تهزوكو انا عارف ان جماهير النادي الاهلي جماهير قوية وجماهير تهز الدنيا خليكو ورا فرقتكو وان شاء الرحمن النادي الاهلي هيفرح جماهيره ويفرح محبيه ولعبته هتبقى عند الوقت ورجوله وكل شيء هتشوفوه ان شاء الله النادي الاهلي الفترة اللي جاية سواء في الدور العام او في كاس العالم الاندية طبعا كاس العالم الاندية دي هتكلم عليها ان شاء الله الرحمن بعد كده كده هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجل اهلا بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة معانا ضيف وضيف مختلف ضيف مختلف ليه ان بيلعب رياضة برضا لكن ما بيلعبش برجليه بيلعب بأيديه بيلعب بكرة بس بيطير في الهواء وفي نفس الوقت نجمينا الليلة هو واحد من اساطير كرة الطائرة مش في النادي الاهلي بس لا يسعى لكده بل في مصر كلها اول مرة امكد انت تقول لي ايه انت متعود انت بتجيب ضيوف كرة القدم لا احنا بعد كده هنستضيف بعض الالعاب الاخرى والنجوم الاخرى اللي حققت في مصر لان بعض الناس تقول لها كابتا انت ما عندكش في كرة القدم انا بقول لكم الظروف لسه مكانش اتهيئت كويس لكن احنا بنفكر لوقتي خارج خارج السندوق خارج السندوق اللي هو خارج كرة القدم عشان كده احنا برنامج مش بتاع كرة بس احنا لكل البرامج وهتشوفه نجوم مصر كلها في كل الالعاب من خلال برنامج المجري ونجمينا النهاردة ده او اوضفنا بمعنى اصح هو ساحر من ثحرة الكرة الطائرة ليه انجازات بلا حدود انجازات كبيرة جدا هو لاعب وهو مدرب تقريبا كده اللي محدش عمله هو عمل حاجات وحقق بطولات كبيرة جدا تعالوا نشوف وانتبهوا هتعرفوا هو بدأ مشواره من الاسكندرية مع نادي سموحة يعني مش الاندية الكبيرة للاهل والزمالك بس لا اللي بتفرغ لعيبة ده الاندية الصغيرة زي نادي سموحة ما احترام النادي سموحة والتحاد الاسكندرية وكل الاندية اللي هي متخصصة في كرة طائرة وكرة السلة وبعض اللعب الأخرى لكن ده طلع من النادي سموحة وحقق حلمه حقق حلمه فين باللعب للنادي الأهلي ومثل النادي الأهلي في سنوات كتيرة جدا ومع منتخب مصر الأول في نفس الفترة الزمانية دي فاز مع النادي الأهلي بأكتر من 30 بطولة عارفيني يعني 30 بطولة ده عم وعمر كبير جدا ومطولات متنوعة دوري منتاز كاس مصر بطولة عربية بطولة إفريقيا الأبطالي الكأس بطولة إفريقيا أبطال الدوري فاز مع منتخب مصر بأكتر من بطولة عربية وإفريقية وألعاب إفريقية مثل منتخب مصر في دورات الأولمبية عارفين يعني إيه؟ مبقلعي بطيرة بيمثل مصر في دورات أولمبية سيدني ألفين وبكين ألفين وتمانية وبتلطين كاس عالم للقارات ألفين وخمسة وألفين وتسعة كمان مصر منتخب مصر فيه تلت بطولات كاس عالم سنة خمسة وتسعين وألفين وتلاتة وألفين والسبعة وتلت بطولات عام تمانية وتسعين وألفين واثنين وألفين وستة شوفوا إنجاز ما بعده إنجاز وده لعيب من اللاعبين القلائل الموجودين في مصر شارك باسمه مصر في الدوري العالمي ثلاث مرات دوري العالمي اللي هو تجميع بتاع أبطال العالم 2006 و2007 و2008 حصل على وسام الرياضة من الطبق الأولى تستحق عام 2008 من رئيس الجمهورية فاز مع متخب مصر بزهبية دورة الألعاب البحر المتوسط المريا سنة 2005 أحسن لعب في إفريقيا وفي مصر واكتر من مرة فاز ببطولة أسيا ده بشكلام ده بس بش في إفريقيا بس لا ده راح لعب في أسيا كمان وحقق مع نادي الهلال السعودي والبطولة العربية مع نادي الأهل السعودي أيضا وبعد كده ما استكفاش بكده اللي أبطلع على شمال إفريقيا والصفاقس التونسي كل الكلام ده اللي أنا قلته على نجبنا ده وهو لعب مباراة كتيرة جدا وأيضا وهو مدرب يعني أنا وتقولي أن ما نجبش من استضبش ناس لا هندي لكل واحد حقه خد عندك كمان إنجازات كتيرة قوي قوي مدرب عام ومنتخب مصر بكأس العام سنة 2015 باليابان مدير الفني لسيدات طيورة الأهل منذ 2015 وحتى التتويج والتتويج ده رفقه فتيات الذهب بالأهل بـ 22 بطولة تمانية دور ممتاز وتمانية كاس مصر واربعة دور إفريقيا واثنين بطولة عربية وفيه إيه؟ لا فيه حد كده بيعمل الكلام ده كله آه عندنا ده فعلا أسطورة عشان كده بنعلي أسطورة أسطورة في لعبته هو لاعب بمواصفات عالمية صافي وموهوب وقاعدة ثواريخ كمان يعني أقول لكم إيه ده يعني أنا ما أتعودت أتكلم معاه عنده حاجات فبإزاي الدولة غفلانة على الناس دي وفيه إيه؟ فين الناس دي من الرياضة المصرية المنتخبات؟ أصدني كده عرفتوه ضيفنا وضيفكو زي ما قلت الصافي هو نجم النادي الأهلي ونجم متخب مصر الكابتن حمد الصافي نجم مصر ونجم النادي الأهلي في الكرة الطائرة تعالوا بقا نستقبل نجمنا ونقعد معاه ونتكلم معاه ونشوفوا حقق البطولات دي إمتى ومحتاجة أزمنها دي عشان تحقق فيها كل البطولات فعلا هو كان زيه نصافي عشان تحقق كل البطولات سواء هو لعب أو مدرب ده اللي إحنا هنتوقف معاه في محطات كتيرة جدا في برنامج الليلة مع المالي تعالوا نستقبل نجمنا ونتكلم معاه اشتركوا في القناة 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 انت بدأت فين؟ وما انت كنت لعب كورة ولا لعب طايرة ولعبت الطايرة دي ممكن انت تلاقيها في أي حتة في ساحة في الشارع في أي حتة كل ده هيدور بقى واسرتك مين وانت مين وبتحب تأكل ايه وتشرب ايه والإنجازات كلها اللي انت حققتها وعملت فيها حاجات بصراحة من الحاجات المشرفة مش للنادي لقالة بس لا لمصر كلها ربنا خلايا كبتا ربنا خلاياك فأهلا بحضرتك عجيلة كبتا فضل معنا وهنشوف التقرير البسيط ده ونرجع بعد كده نتكلم معك فضلك الحمد استطاع أن يدون اسمه بأحرف من نور في سجلات الرياضة المصرية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص وهو أحد أبرز لاعبي مصر على مدار تاريخها في رياضة الكرة الطائرة وأحد نجوم العصر الذهبي بالنادي الأهلي السد العالي أو قاعدة الصواريخ أو الهرم الرابع ألقاب عديدة أطلقها محبو حمد الصافي علي هو من موليد الرابع عشر من أبريل عام 1972 بالإسكندرية بدأ ممارسة الكرة الطائرة في ثانية عشرة من عمره في دور المدارس قبل أن يضمه نادي اسموح السكندري عن طريق أسامة مخرم قبل أن ينضم لصفوف المارد الأحمر عام تسعين وبعدها نجح حمد الصافي في حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كافة الألعاب الرياضية بعد أن بات أكثر رياضي في تاريخ الرياضة المصرية تحقيقا للبطولات لاعبا ومدربا بعد أن بات أكثر رياضي في تاريخ الرياضة المصرية تحقيقا للبطولات لاعبا ومدربا وبعد مسيرة طويلة وحافلة مع الشياطين الحمر قرر ابن الإسكندرية أن يعتزل ويتجه للتدريب وسقه القدر ليكون مسؤولا عن فريق فتيات الذهب بالأهلي حيث حقق معهن 22 بطولة بواقع ثمانية ألقاب للدور الممتاز ومثلهم لكأس مصر وأربعة ألقاب لدور أبطال إفريقيا ولقبين للبطولة العربية ويأمل الصافي في كتابة المزيد من السطور والإنجازات مع سيدات طائرة الأهلي في ظل الدعم الكبير الذي يلاقيه الفريق من قبل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعالوا نرحب بالصافي في مواجهة مختلفة مع المجري أهلا بك كابتن حمدي على شاشة الأهلي أهلا بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلت في بداية بس بتقولي أنت ما عندك شيء لكلة القدم بس يا كبتن مصطفى لأ أنا عندي عندي طايرة وعندي سلة وعندي سكواش وعندي كل الألعاب كلها بس تصبروا علينا كده احنا بنحاول نطور في نفسينا كابتن حمدي أهلا بك ازاك كابتن مصطفى أخبارك ايه؟ ربنا خليك مجري كله تمام؟ الحمد لله أنا مش عفدأ معك إزاي أنت أول ما فكرت فكرت في كرة طايرة؟ لا هو أنا وأنا صغير في المدرسة الحقيقة في الفترة دي كان الرياضة في المدرسة كانت يعني كانت كويسة جدا وكان فيه ملاعب وفيه كل حاجة كان فيه ملاعب وكان فيه ملاعب وكان فيه نشاط في المدارس دوري المدارس في الطايرة وفي الباسكت وفي الهندبول فأنا طبعا بحكم من كانش فيه كرة قدم؟ كان فيه طبعا كرة قدم وقفت جون في كرة القدم وقفت جون الحقيقة أنا طبعا كنت طويل يعني أكتر من كل زمائلي فكانوا في المدرسة بيستخدموني في كل الألعاب يعني ابتدت طايرة وهندبول وبسكت وقفت جون في كرة القدم كنت يعني الحمد لله كنت متميز في كل حاجة بس الكرة الطايرة هي في الآخر هي اللي شدتني في الآخر الحقيقة هل هي شدتك عشان انت كان جسمك ماشي الله طويل وبنيان قوي دي اللي ساعدتك ولا انت كنت عاوز تلعب بكرة وما وفقتش لتكامل مشورك في الكرة لا والله أنا كنت متميز في الألعاب التانية بس حسيت في القرة الطايرة ان هي يعني لعبة شدتني قوي حسيت حتى التكنيك بتاعي والمدرسين بتاعي بيعلمونه يعني حسوا ان انا متميز جدا في اللعبة دي يعني كله قال لي ان انت لو كملت هتبقى حاجة كويسة جدا وحاجة ممتازة في اللعبة دي لان انا كنت بتعلم بسرعة مكنتش لسه انضمت لنادي كان كله تدريبات في المدرسة في وقت الفراغ بتاعنا واشتراكنا في دور المدارس وفوزنا بالبطول على مستوى اسكندرية على مستوى اسكندرية فالحقيقة كنت بتطور بسرعة في اللعبة نعم استوع بقى كل حقيقة كنت بستوع بالتكنيك بتاعها وكل المهرب بتاعتها بسرعة جدا فطبعا كذا مدرس رشحني لمداربين في اسكندرية وكان حظ ان انا انضمت لنادي اسموحة عن طريق كابتن وساما محرم في نادي اسموحة الحقيقة كان مؤمن جدا بقدراتي وموتي وهو ابتدى يطورني بقى على المستوى الاندي طيب هو احيانا الواحد لما بينزله هو صغير بيلعب في الشارع كل الولاد الصغيرين واحنا كلنا مرينا بالمراحل دي بيقولك يا لا انا هلعب بجول كيبر لا هلعب مدافع لا هلعب مهاجم انا هلعب كرة قدم بش هلعب اي لعبة تانية انت مزعلتش لما كرة طايرة خطفتك من كرة القدم وانت شايف في لعبة كرة القدم بسم الله ما شاء الله في بيلعب ماتشين ثلاثة بيبقى في السمع لا والله انا زي ما بقول لحضرتك وانا صغير كنت بلعب كرة كتير جدا زي اغلب اولاد مصر ما كانتش لي في جول كيبر كنت خلصنا من اكرام لا وكنت بلعب مهاجم وكنت بلعب مدافع اه والله حتى في النادي الاهلي كانوا بسميني دونجا لان انا كنت بشبه طريقة لعب دونجا بتاع البرازيل بدافع وهاجم كان لعب يعني جامد جدا وعرف استخلصوا الكرة وكنت فعشان كده ساموني دونجا في الفرقة طيب مين اول واحد قالك انت لأ بلاش كرة القدم وهواجهك لحاجة زي كرة طايرة او انت بتقول لي انت لابت كل الالعاب تمام اشميع انا اخترته كرة الطايرة بالذات ما في عندك كرة سلة في عندك تينيس في عندك في عندك العب كتير الحقيقة انا حسيتك كرة الطايرة يعني لعبة يعني انا حبيتها لان هي مفهاش احتكاك قوي يعني طبيعة شخصيتي كانت مؤربة للكرة الطايرة مش المشاكل يعني اه لا مش حكات مشاكل يعني اللعبة مميزة جدا اللعبة ان انت بتجيب البنت من غير ما تحتك بالفرقة التانية معتمدة على مهارتك انت الشخصية بدون اي عائق بدون اي لانا حد يعوقك وانت بتلعب يعني مهرتها كمان شدتني اوي حبيتها فدي ساعدت ان انا اقدر ادخل الكرة الطايرة هل الطول طبعا ساعدك اكيد طبعا الطول كنت بالنسبة للاولاد اطول منهم بكتير فده ساعد طبعا اول ما بدأت مشوارك انت طول كنت بتلعب في المدرسة طب لو واحد بيلعب في الشارع وعاوز يلعب طايرة مفيش الامكانات اللي في الشارع هيعمل ايه والحقيقة طبعا في الوقت الحالي صعب جدا ان انت تمارس اي رياضة بدون ان انت تكون مشترك في نادي او على اقل في مركز شباب مركز شباب لا او مفيش كمان ايه مفيش شارع الناس تمشي فيه لا الاوقات ديت صعب ريالة في الشارع شوية على ايامنا كنا بنلعب في الشارع كل الرياضيات حتى كل نجوم مصر هتلاقيهم تلعوا من اللعبة في الشارع قلنا انت دخلت نادي سموحة اول واحد خدك نادي سموحة كان بالنسبة لك مستغرب ولا انت رايح خلاص بقى انت هروح وحارب وعقل بالدني عشان نلعب كل اطير وابقى نجمل زي النجوم مين الاجيال اللي كانت قابلك اللي انت كنت بتحب يتفرج عليهم في الطائرة الحقيقة في الوقت دوت اول ما المداربين شافوني في دور المدارس وقدرت ان انا فوز في دور المدارس كنت فوزت كمان على لعبة بتلعب في قندية كان لسه لعبة مشتركة في قندية وبتمارس اللعبة فوزت عليهم فطبعا حصل ان نادي سموحة ونادي سبورتين كلموني بحكم ان انا مسكندرية وكده بس حظ ان انا طلعت مسكندراني اصلا اه اه فحظ ان انا طلعت لعبتي في نادي سموحة عن طريقة نصامة محرم شجعني الحقيقة وكان بيشجعني ويدعمني وعلى طول بيتابعني حتى لو في وقت اتأخرت على التمرين يتابعني ويجيلي البيت لأ لازم تيجي شاف فيك الموهبة شاف فيها الموهبة وامن بموهبتي والحقيقة الحمد لله يعني هو كان عند حسن الظن يعني بيت طيب ما قطلش مين من النجوم اللي كان بلعبه في الجيل اللي قابليك وكنت بتشوف طول انا نبس اطلع زي افلان الحقيقة انا نجوم النادي الاهلي كلهم في الفترة ديت وانا صغير اه طبعا عيلتي كلها اهل هو طيب فنجوم النادي الاهلي في الوقت ده كنت بتفرج على كابتن محمود فرج على كابتن نور عطية كابتن شاموتي كل النجوم دولت كانوا هما نجوم النادي الاهلي وقلت انا لسه في الفترة الناشئين في الفترة دي في الفترة دي اه فطبعا محمود فرج السحر بتاع الاهلي كان حاجة كبيرة جدا طيب انت لعبت جول كيبر وقلتلي تقلقت في الجول كيبر تمامي وبعد كده لعبت مدافع وبعد كده لعبت مهاجم انت شايفت الوقت في الطيارة ما رحت بتلعب طيارة كنت بتلعب باسم تشير مهاجم مهاجم اه هل ما فريدش معك بقى انت عاوز تلعب مدافع او بصير او اي حاجة من الحاجات دي هو الحقيقة كرة الطيارة ميزة فيها ان عندها ست مهرات مهرات دفاعية ومهرات هجومية فاللاعب لازم يبقى بيلف عليها اه بيلف في الملعب انا لعبت خلي بالك انا لعبت طيارة بطول الجمهورية تمام وتبدأ دي شمال قاهرة اه لعبت طيارة حضرتك ما شاء الله ولعبت باسكت طويل وكنت تبقى متميز ما انا بقولك انا لعبت بطول الجمهورية باسكت اه سلة وطايرة تمام وفي الكلية التربية دي كنا بنلعب كل اللعب بقى زمان تعارف كده اكيد طبعا فالواح الحافظ بقى الحاجات دي كلها كانت اللعبة بتبقى متميزة في كل الألعاب زمان دلوقتي فيه تخصص شوية وحتى تخصص بش نافع كابتال الحمد كل ده لحدش نافع لما اخترت انت بقى انت اللي اخترت لعب مهاجم ولا مدافع لا هم طبعا المدربين بيوظفوا اللعبة كل واحد على حسب امكانياته وعلى حسب مواصفاته الجسمانية ومهاراته وكل ده عندنا المركز 4 ومركز 3 ومركز 2 بيبقى فيه بتلف حسب بس بيبقى كل لعب ليه مركز معين في الملعب بعد الارسال بيروح المركز بتاعه ايو منغير نروح المركز بتاعتنا فانا المدربين انا قديم برضو اه طبعا ابتدت في مركز 3 عشان حقاة الصد في الاول تطويل طبعا وكنت مايز في حقاة الصد ابتدت في مركز 3 وبعد كده المدربين منتخب مصر طوروني واشتغلوا معي على مهارة الاستقبال والدفاع فاتميزت اكتر فودوني مركز 4 بقيت الحمد لله من احسن يعني كانوا يخدوك كل مركز ده كده بتطور نفسك فيه اه كانوا بيتطوروا الاول مركز 3 كان محتاج مواصفات اقل شوية مركز 4 فكنت بلعب فيه بعد كده اتطورت في النواحي اللي هي الدفاعية والاستقبال والحاجات دي فودوني مركز 4 والحمد لله يعني لعيب مركز 4 بيبقى صعب جدا انه يبقى طويل قوي يعني في الوقت ده وكان صعب ان انت تجيب لعيب طويل قوي تلعبه في مركز 4 لان مركز 4 محتاج ان انت تتحرق اكتر واستقبال بس الحمد لله هم طوروني في الوقت ده وطبعا فرق ان انا لعيب طويل بلعب في مركز بلعب فرقت جدا مع منتحب مصر والنادي الاهلي الحمد لله الحمد لله لو قلتلك دلوقتي معظم الولاد الصغرين طلعين كلهم عاديين لعبوا كورة تمام وبيقوحوا عشان لعبوا كورة فيه ناس طبعا يعني مؤهلات الكورة بش موجودة عندهم تنصح اي شاب من الاشبال الصغرين دي طبعا نتمنى كله يطلع يلعب كورة لان كله شاب قدامه الصورة بتاعة محمد صلاح فكله عزب يا محمد صلاح تمام انما لو انت هتنصح ولاد صغيرين شايف ان هم مش قادرين او الاهالي هي اللي بتوجه دلوقتي اللاعبين سكان كورة او سباحة او بص او سلة او بولي اللي هو الطايرة او اي لعب من اللعب دي انت تنصحوا بتقول لهم ايه لو عاوزي لعبوا طايرة هو في الاول نصيحتي للاولاية الامور واللعيبة لازم يبتدي سباحة والعاب جوه والعاب كوه او جنباز لازم الثلاث ألعاب دولة يبتديهم في السن صغير لان دول بيكونوا الجسم بتاعه ليه اخترت الثلاث ألعاب دولة لان هم دول اكتر ألعاب بتجيب توافق العصبي توافق والرشاقة والمرونة وفترة الولد لسه بينمو محتاج الحاجات بكلها المرونة بتاعته ورشاقة بتاعته والتكوينه الجسماني بيتطور جدا مع ممارسة الثلاث ألعاب دولة بعد كده يتوجه بقى للعبة اللي هو عاوزها سواء كرة قدم طايرة باسكت سلة بس نصيحتي مش كل يعني مش كل الناس هتبقى متميزة في كرة القدم يعني عندنا مثلا احسن اتنين لعيبة موجودين دلوقتي عبدالله عب سلام واحمد صلاح كانوا ابتدوا في القرة ابتدوا في مدارس القرة وماكملوش هو بقى أحسن لعيبة في مصر والعالم واحترفوا في إيطاليا واحترفوا في روسيا واحترفوا في كل حد لا والاحتراف مفتوح دلوقتي اه طبعا فالموضوع مش كرة بس لا في ألعاب تانية والألعاب التانية الحمد لله بقى دلوقتي سواء اهتمام إدارة النادي الأهلي او اهتمام الدولة بالألعاب التانية بقى دلوقتي كبير جد مفتوح اه طبعا انت ما بدا تكون كم سنة انا ابتديت 11 سنة في نادي سموح 11 سنة اه وانت كان بسم الله مشاهلا كان جسمك كبير بسم طويل جدا طيب مين المدربين اللي خدك وسقلك في الحتة دي وقالك بقى انت ايه في الحتة دي هتبقى نمرة واحد في السكندرية ابتديت مع كابتن قسامة محرم وكابتن ساميرا بوشادي وكابتن أحمد عدلي الحقيقة من التلات مدربين وكابتن عبد محسن جمال كل المدربين دول ابتدوا معايا اللي هو الفترة التعليمية والتكوين المهاري في فترة الناشئين اه بعد كده طبعا فترة المنتخبات طبعا اشتغلت مع مدربين كبار جدا على مستوى مصر كابتن إبراهيم فخر الدين كابتن فواد عب سلام طبعا كابتن نور عطية كابتن أحمد زكريا انت من روح النادي الآلي ولا كان قابل كده لا كل دول فترة منتخبات والنادي الآلي منتخبات ومنتخبات برضو كابتن عزمي مجاهد الله يرحمه الله يرحمه طبعا من عزمي مؤثرة جدا برضو في تكويني وكابتن عبد حميد الوسيمي برضو كل دول اشتغلوا معايا منتخبات وكان لهم يعني حظ وان انا اشتغل معاهم وسهموا في تكوين المهاري عدت كم سنة في سموحة انا في سموحة ابتدت وانا عندي 11 سنة جيت الاهلي وانا عندي 18 سنة مين اللي طلبك من سموحة وقالك تعالي هتلعب في النادي الاهلي كان موجود المدير الفني ساعتك كابتن فقا دعب سلام وكان كابتن عاطف رزق مدير النادي الله يرحمه وكابتن خليل زاكي كان مدير النشاط الرياضي في الفترة دي تفكرتنا بالناس الجامع الحقيقة وكان الموضوع صعب جدا لان كان فيه منافسة مع نادي الزمالك كبيرة جدا كان برضو عنده الرغبة وانت كميولك الاهلي انا كميولي الاهلي بس هو ساعتها كان الزمالك برضو كان جامد فرقة جامدة كان جامد بس كان داخل كمان بتقلو جدا وكان نادي سموحة طبعا يهمهم انه يدفع اكتر يشيل يهمهم انه يستفادموا الصفقة دي لان بالنسبة لهم لعب كنت في منطهب مصر الاول ولسه عندي 17 سنة كان بالنسبة لهم انه لازم اللعب ينتقل بمبلغ مالي كويس يعني محترم اول مبلغ خدته منه كرة طايرة كان كان وامتى اول مبلغ كان في نادي سموحة كنا اخذنا بطولته الجمهورية وكان اول مرة نادي سموحة فرقة في نادي سموحة تاخب بطولته الجمهورية تخزنا ساعتها على كل الاندية بتاعت مصر اهلي وزمالك وطيران وكان بقى بطولة ومهليوبلس مكانش حدث غير مسبوك انه نادي سموحة يفز بطوله الجمهورية اخذنا خمسين جنيه ساعتها كان كنا ساعتها 83-84 عملت بيهم يا حمدي لا بصابت بقى كان بالنسبة لي مبلغ كويس فرتكتهم كلهم طيب هل الأسرة ساعدتك في حتة الرياضة ديت ولا كان فيه إعاقات بالنسبة معوقات بالنسبة للاقى الدراسة الأول وبعدين فكر في اللعب والكلام ده لا الحقيقة أنا عندي الأسرة كانت متفاهمة جدا موضوع الرياضة دي أهلوية جدا بيحبوا الرياضة فالحقيقة كان ساعتها كمان نادي الاتحاد السكندري في اسكندرية كان عامل شغل عالي جدا في الباسكت وطبع متحة وردة وشيل والجيل بتعمرة بلخير ومتحة وردة فده شجع برضه أن الرياضة كانت ابتدت منتشرة جدا في مصر وابتدت النجوم بتوحة يبقوا يزهروا ومتشطت زعب بكسافة فده ساعد أن العيلة عندي يبقى فيه توازن وأنهم يشجعوني أنه لا تروح تمرينات بس لازم تبقى متوازن مع مدرستك ما تغيبش من المدرسة كده يعني حصل توازن كنت شاطر في المدرسة ولا نص نص لا لا كويس يعني بتنجح بتنجح بالعافية وبتنط لا لا كويس مريح يعني يعني كنت بتضحي جامد في المذاكرة لا مش ضحيح قوي بس كنت أنا يعني تبفن بسرعة يوم الناس اللي هي بتقعد مثلا ساعة ساعتين بمقام عشر يعني أركز قوي ما شاء الله طب وإنت في سبوحة فكرت في النادي الأهلي ولا فكرت في الزمالك لو كان جالك الزمالك وتتروح وتنتمي النادي الزمالك برضو بس أنا يعني الحقيقة اتعرض علي الزمالك والأهلي طبعا وكان موضوع عقرب للزمالك جدا كويس لولا الرغبتي يعني رغبتي حسنة تصور كده أنك الزمالك أخدك كنت أتروح تنتمي النادي الزمالك أنت من النادي الزمالك ما أنا أقول لك الزمالك هو اللي فاز بالصفقة دي وإنت روح تنادي الزمالك كنت هتنتمي بقى غيرت من هويتك الأهلي لا 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 كنت هفضل أهلاوي بس طبعا هلعب لك لعيشك آه لا ده الرياضة احترافه كده بس كنت هلعب بس أفضل أهلاوي أكيد نعم وفي لعيبة دلوقتي موجودة هنا وهنا لا أكيد التعصب بتاع الناس اللي هو المتخلفة أنا بقول المتخلفة ما فيش التعصب ده اللعيبة كلها مع بعض كده منتخبات مع بعض وإحنا كنا بروح نبات عندي دا ودي ببات عندي كانت الأمور عادية جدا أنا عاربش إيه اللي وصلنا للحالة دي ما عاربش الحقيقة طبعا التعصب ده حاجة مش في صالح الرياضة خالص إحنا بنلعب رياضة والرياضة مكسب وهزيمة وحب نديك وشجعه رياضة وقف في ظهره بس من خلال الملعب والتشجيع بس والزبط كده مين أول واحد كلمك في النادي الأهلي وقال لك أنت خلاص بقيت عندنا في النادي الأهلي كان كابتن فوق أدعب سلام الحقيقة كان ليه دور كبير هو كابتن عاطف ريز كانت صفقة طبعا كانت دخلة في مبلغ خرافي في الوقت ده يعني كانت كامي حمدي أولي 120 ألف جنيه في سنة تسعين كان مبلغ صحيح جدا طبعا يعني أعلى لعيب كرة في مصر تقريبا بياخد 30 ألف جنيه أو 35 ألف جنيه عملت إيه لما أقول لك خلاص أنت بقيت في النادي الأهلي ومضيت وكل حاجة لا طبعا بسابت جدا وكانت فرحة عريمة عندي في الأسرة لأن كلنا الحمد لله أهلوية وكان أمنيت حياتي أنه نلعب في النادي الأهلي طب لو جالك دلوقتي وإنت مدرب في النادي الأهلي ومنتخب مصر وكان دلوقتي وجالك أن النادي الزمالك عاوزك تبقى مدرب عنده هتروح نا ليه؟ ما ده احتراف ما ده احتراف بس أنا أنا يعني أهلاوي آه مش متخيل نفسي في حتة تانية غير النادي الأهلي مش متخيل نفسي في حتة تانية ممكن أمسك منتخب مصر ممكن أشتغل برة مصر الزمالك صعب المنافسة بين الأهلي والزمالك بتبقى صعبة جدا بتخافنا الجمهور؟ مش بخاف لا بحبهم مع الأهلي ومنتخب مصر فاستحال أن أنا أضحي بالكلام ده وأتولادي كلهم بلعبوا في الأهلي زوجتي كانت بتلعب في الأهلي وعضوا مجلس إدارة الاتحاد المصر للباسكت أهلوية كابتن رحاب الغنام طب إني لم الشامع المغربي الطائرة على السلة كابتن طرق الغنام آه طبعا كابتن طرق الغنام ده ده كابتننا كلنا نسيبي كابتن طار الغنام حماية فأهلوية تدخل بقى في العيلة واخد العيلة كلها معقل أهلوية ما شاء الله رب جدا استحال أن أنا أفكر أن أنا أضرب في حيث أول لحظة دخلت فيها الناد الأهلي كان إحساسك إيه؟ إحساس غريب أول ما دخلت كده وشفت ملعب مختار التيتش والبورج والحاجات دي كنت ملعب أعزين الملعب إزاي دلوقتي؟ نا طبعا كان فيه المدرجات كان فيه مدرجات اللي هي وكان الأرض اللي هي الحمرة دي ايو كنت بتطلعوا من قط اللبس من عندنا قط اللبس ملابس نيها قدامنا الملعب قدامنا لسه الصلاة ما تعملتش ما تعملش الكلام دا كله فإحساس طبعا الحاجات دي كنت بشوفها في الصور ومجلة الأهلي كنت طبعا مجلة الأهلي دي الأسبوعية لازم تبقى موجودة في البيت عندي تعرف رحمة طلع عليها المراتي أهالة كانت بتلعب طايرة عندكم في النادي الأهل والله أول مرة أعرف المعلومات كانت مع مجموعة كبيرة جدا من اللعبين لعبت ولعبت منتخب مصر والتاع ما شاء الله تبتعربش لا معرف لا يعرف دا يا حمد لا يعرف طيب مين من اللعبين اللي انت أول ما دخلت مع الإداري استقبلك مين اللعب اللي استقبلك والله أنا الجيل بتاعي اللي كان موجود ساعتها والناس استقبلتني كويس قوي كان الكابتن عماد فاروق كان لعبها المحترمة جدا وعلى مستوى مصر ودكتور دلوقت اه كابتن عماد فاروق حاجة محترمة كابتن مجد مصطفى كابتن هاني مسلحي كابتن محمد مسلحي المدير الفني للرجال اللي موجود دلوقتي موجود كابتن محمد عب كريم كابتن شام صلاح ناس كتيرة معظم الفريق الحقيقة استقبلني استقبل كابتن رضا الغزالي كان موجود ساعتها الحقيقة استقبلون استقبل كويس جدا وبسطوا جدا موجودة معهم طيب انت بعد ما سبت سموحة وجيت على النادي الاهلي ما خفتش انك تفشل في النادي الاهلي وترجع تاني اسموحة ولا انت بقى اخذها بقى ايه تحدي وعزيمة انا رايح عشان نلعب واسبت نفسي سواء في المنتخب مصر او في النادي الاهلي لا الحقيقة كان تحدي بالنسبة لي انا يعني بعيد عن القاهرة من اسكندرية وكان لسه في الوقت ده كان الانتقلات برضو بين الاندية ما كانش زايا دلوقتي مزبوط كان اللاعب اللي بينتقل من النادي النادي كان بيبقى الموضوع صعب جدا طبعا الموضوع كان تحدي بس ساعدني طبعا ان انا اهلاوي جدا وان انا بحب النادي ذوت وكنت حاسس دعم زملاتي برضو الحقيقة يعني نجحني جدا وكنت تعلاقتي بالناس كلها كانت كويسة بهم دربيني بإدارة النادي اللي موجودة دارة النشاطرات اللي كانت موجودة ساعتها الحقيقة كل ده ساعدني حتى النادي الاهلي من الاندية اللي هي اي حد بيخش عليها بتدعمه بتخليه ما يحسش انه غريب اتوقف عند الجزئية دي واقولك لما سبت سموحة ودخلت النادي الاهلي ايه الحاجة الغريبة اللي انت شفتها مش شفتاش في نادي سموحة معترام طبعا ان النادي سموحة وسبورتينج والاتحاد وكل الاندية اسكندرانية بص هو الاهلي حتى لما بنجيب لعيبة دلوقتي بيخشوا الاهلي بيتكلموا في نقطة النادي الاهلي غير النظام والتدريب وتحس ان انت في منظومة فيه سيستم بتحس ان انت كل حاجة موجودة معروف هتتمرن امتى هترايح امتى تدريبك نوع التدريب اللي بتتمرنه النوع اللي اقل اللي بتاخدها بتعيش حياة يعني شبه الاحتراث لو كنتش بيشوفه في سموحة الكلام ده لا طبعا ما كانش موجود طبعا في اغلب قنديت مصر يعني موجود في الاهلي واعتقد بعديد زمالك يعني الكلام ده اول مباراة لعبتها وانت لابس القميس الاحمر كان شعورك ايه طبعا كان حاجة كويسة جدا هو اللي ساعدني كمان ان انا كنت في منطاب مصر من نادي سموحة يعني دخلت منطاب مصر انت داخل كبير اه دخلت منطاب مصر الحمد لله من نادي سموحة فده ساعد ان انا اللاعبة كلها كات عرفاني وحافظها وعارف لعبها وهم عارفين لعبي فده ساعد جدا ان انا ادخل دخلة قوية جدا حمد لله اول سنة مع النادي الاهلي حققت بطولة أفريقيا فأول بطولة لها مع نادي الأهل واخدت أحسن لعب الحمد لله في البطولة دي أول بطولة لها مع نادي الأهل لحب برضو أن أنا أتقلق ودخلني بسرعة هو الفريق الحمد لله إمت حسيت أنت بقيت لعب ستاندينج لعب أساسي في الفرقة بعد كم مباراة هاي المباراة اللي فرقت معاك وخليتك أساسي في فتير من نادي الأهل فهو أنا المباراة أو المباراة تاريخية يعني فرقت معايا قوي وحسستني إن أنا خلاص بقت من أعمدة الرئاسية في النادي الأهلي اللي هو نهائي البطولة دي مع نهائي بطولة أفريقيا كان مع نادي الأفريقية التونسي الأفريقية التونسي كان مكسر الدنيا كان لألقاب كتير طبعا مستوى أفريقيا والعرب قدرنا نفوز ثلاثة واحد والحمد لله ربنا وفقني في المباراة دي قوي وكت من ضمن العناصر اللي ساعدت إن النادي الأهلي يفوز في المباراة دي يعني كانت مباراة قوية جدا كان كمان ساعتها النظام القديم مش اللي هو البنت رايح جاي كان خمساشر بنته حقاهم تكسب البطولة تاخد الشوت خمساشر بنت فكان ممتش بيتول شوية فكان يعني محتاج جهد أكبر من دي قمتي كمان كنت متعود بقى تعودت كله في النادي الأهلي أكيد طبعا الجرعات التدريب اللي أخدتها في النادي الأهلي ساعدت طبعا يعني أنا هقول لحضرتك مستوية طبعا قبل النادي الأهلي مزاي النادي الأهلي لأ النادي الأهلي طور جدا مستوية يعني زاد 3-4-5 مرات عما أنت روحت لناه ليه كنسيناك كم سنة؟ أنا دخلت النادي الأهلي وأنا 18 سنة يعني كنت صغير كنت في الناشئة عصد فيه فرق بين ما يبقى فيه لعيب بييجي كبير متعود على حاجة بره النادي الأهلي وييجي يتعود على النادي الأهلي بقى كده فبست لقي الإصابات عنده زادت فيه لعبة بتيجي ما بتبقىش متعودة قوي على الحملة التدريبية بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي بيشارك في 3-4 بطولات في السنة ولازم يكسبهم ولازم يكسبهم ومنفسات قوية ومطشات قوية فطبيعي الحملة التدريبية بيبقى عالي وأعلى من أي نادي تاني غير اللي بيلعب دوري وكال رغم أنه لعبة كويسة بس بتكملش من الأصوات لا هو لعبة كويسة بس مش متعودين على الأحمال ديت ولا نوع التدريبات ديت ممكن أول سنة بتمر بس بعد كده بيتعودوا حقاتي أنا شافت كده فك نفسك تقعد متكتف كده أي وقت كده فك نفسك كده حقاتي كان بطولة مع النادي الأهلي النادي الأهلي تقريبا أكتر من 35 بطولة 35 بطولة أكتر كمان من سنة كامل كامل ابتدت مع النادي الأهلي أول بطولة كانت 91 لحد 2010 2010 يعني تاخد بطولة كاس ودوري وكاس سوبر يعني فيه بعض المؤسم كنا بناخد أربع بطولات كنا بناخد دوري كاس بطولة أفريقية بطولة عربية وزمان كمان كان فيه أبطال كاس وأبطال دوري فكنا ممكن ناخد بطولتين أفريقيا في موسم واحد لا ويسموها السوبر دلوقتي السوبر دلوقتي اللي هي ما بين بطل الدوري وبطل الكاس أو الوصيف طيب يمكن أنت بعض الناس فيه بعض الناس بتلعب على لعاب أخرى وبتبص على لعابة كورة القدم يقولك لعابة كورة القدم بيلعب ماتش أو اتنين أو سنة أو ييجي جدد عقد وياخد مبلغ قد كده إن ما إحنا الألعاب الشهيدة اللي هي الألعاب سواء الفردية أو الجماعية اللي موجودة غير كورة القدم بناخد حاجات بسيطة إنت كنت شاهد من وجهة نظرك إيه؟ لا والله أغلب لعبة الألعاب الأخرى مقتنعين جداً بالموضوع إن كورة القدم طبعاً الشعبية الأولى وهي اللي بتاخد الرعاية الأكبر وهي اللي بتجيب الدخل الأكبر للنادي بالذات النادي الأهلي فطبعاً مقتنعين تماماً إن كورة القدم لازم تبقى حاجة يعني طول ما كورة القدم نمر واحد في مصر وأفريقيا إحنا الألعاب الأخرى برضو كورة القدم بتساعد الألعاب الأخرى اللي بيتم الصرف برضو على الألعاب الأخرى من دخل كورة القدم ولكن في الوقت الحالي أنا شايف إن الألعاب التانية الطائرة والباسكت والنوبول الرابط جداً الرابط يعني ما ندمتش في يوم من الأيام اللي إنت ما فلاش لعيب كورة قدم؟ لا لا خالص أنا كنت بحب الطائرة وكنت داخلها عن كوتناع يعني وداخلها وكامل اللي إنت حققت فيها برضا آه الحمد لله طيب إنت لابت كانت إنت أوتيل البطولة بتاعت نهاية أفريقيا دي إنت كسبتوها وحققت فيها مركز أول على الأفريق التونسي أي بطولة اللي إنت لعبتها وخدت فيها أحسن ضرب على مستوى القرى الأفريقية؟ حصلت أكتر من كذا مرة يعني مع النادي الأهلي أكتر من كذا مرة؟ أكتر من كذا مرة؟ أوه الحقيقة يعني في بطولات في كذا بطولة أفريقية أبطال دوري الحمد لله كان نادي الأهلي بيفوس فيها سواء على أندية النجم السحيل التونسي أو صفاقس التونسي والترجي كل البطولات دي الحمد لله أخدت فيها أحسن لعب على مستوى أفريقيا وأوقات كتيرة كنت بأخد أحسن ضرب اللي هو أحسن مهاجم يعني نعم كنت بأجمع بين حاجات كتيرة الحمد لله طيب في بعض الناس بتقولك أن النادي الأهلي طبعا متعود على أن أنا أول ما دخلنا النادي الأهلي كان أنا أرحمه كابتن مصطفى حتسين كابتن فاتحن سير وكابتن صالح قالوا لي إحنا لما بنلعب في أي بطولة ما ببصش على المركز الأول في بقى مركز ثاني الثاني زيه زي الأخير أو زيه زي الثالث الرابع السادس لحد الأخير ده كان عندنا إحنا فكورة أنتو اللي عودوك على إيه المدربين متاعك والجهاز الفني والإداري بص كل ألعاب النادي الأهلي في جميع الألعاب باسكت يد طايرة سلة ماشيين على النهج بتاع كرة القدم تاني تاني زي أخير بمزبالنا يعني إحنا طول عمرنا معروف البطولة أول لو ما خدناش أول بالنسبة لنا أكننا نعم متعودين من صوروكو بقى آه من مراحل الناشئين لحد ما نوصل للدرجة الأولى معروف في النادي الأهلي ان تاني زي أخير لو ما خدتش الأول هي دي البطولة بالنسبة لنا إيه البطولة اللي إنت كنت حاطين أمل عليها أنك ريتكتسبوها ومرة واحدة خسرت البطولة في لمح الباصر كده مرة في بطولة أفريقية وصاد الزمالك وكنا كاسبين الحقيقة في الجيم الخامس 11 ستة وكان فضل لنا أربعة بنت سبحان الله يعني المباراة دي محدش ينساها حصل مرة واحدة اللي اللي بوقفه وأخطاء غير مبررة حصل رابكة كده من إيه بقى؟ ما عرفش الحقيقة كان الناس خلاص بتحط المدليات والبتعدة خلاص الأهل هيكسب 11 ستة وفضل لنا ثلاثة أربعة بنت ونك بسيقة بقى زايدة على الناس ممكن يكون حصل سيقة زايدة من اللاعبين هل ده إخفاق من اللاعبين ولا من مدير الفني ولا من إيه؟ لا وبيبقى مسؤولية مشتركة طبعا كله خلاص حسيت إنك كسبتو لسه المباراة آه كسبنا وريحنا ومرة واحدة خسرتوا البطولة دي وكان بطولة كتقريبة مننا جدا بعد ما خسرت البطول دي إيه 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 اللي حصل لكم؟ أو إنتوا كلعيبة اجتماعتوا مع بعض أو اتكلمتوا مع بعض قلتوا إيه؟ لا طبعا حصل بعديها اجتماعات مع اللعيبة وما كانش ينفع إن إحنا نخسروا البطولة دي إيه والبطولة بتاعتنا وإحنا كنا أحسن كأفراد وكلعيبة وتعاهدنا إن إحنا بعدها الحمد لله كسبنا أربع بطولات يعني بعدها عوضنا بأربع بطولات الحمد لله طيب كلمنا عن جيلك كده قولي مين جيلك ومين اللعيبة اللي إنت استمرت معهم فترة طويلة جدا وحققت معهم إنجازات والحد دي إيه توقف تكروها زي ما إحنا بنوعا نفتكر البطولات إيه إيه حققنا؟ هو طبعا الجيل اللي قبل مننا كابتن عناد فاروق كابتن رضا الغزالي كابتن طريق فريد كابتن أحمد زكريا كابتن محمد شعراوي دول الناس الأكبر مننا اللي هم ابتدنا نتعلم منهم دخلته في ستوربن؟ دخلنا ابتدنا معاهم فترة قليلة وابتدنا نتعلم منهم جيلي بقى اللي هو اللي حقق معايا أكتر إنجازات يعني في الفترة بتاعتي أنا في التسعينات كابتن مجد مصطفى كابتن هاني مسلحي كابتن عيما روجي كابتن محمد ميدو مسلحي عبد الكريم محمد عبد الكريم كابتن ياسين أمين كابتن خادع بقادر نور عطية؟ لا نور عطية الجيل اللي أكبر مننا أه مع الجيل الأكبر مننا إنما الأسماء اللي قلت يا حضرتك عليها ديت هي الأسماء الفترة التسعينات اللي احنا قصرنا الدنيا فيها الشاموتي كان الجيل اللي قابل الشاموتي برضو كابتن خالد وكابتن أحمل جيل اللي قابلنا برضو كان الكابتن اللي كان مزيع المباريات؟ بصري كابتن بقري اللي هو منضوح البقري منضوع؟ آه فكان يقولك يا سلام يا شاموتي يا سلام يا صافي وانت صافي وبتلعبها بزيدة. الحقيقة عمل شعبية. حاجات دي كنت بتأثر معاكم. اه طبعا كان نخلص المطش الناس في الشارع التعليقات كانت بتستمر في الشارع كان ساعتها طبعا المطشاط بتاعتنا بتزيع في التلفزيون المصري. اه. وكان الناس مركزة على قناتين ثلاثة. محتف زينتا بالمورادي. اه طبعا. اه. فالحقيقة الناس كلها كانت شايفة المطشاط ديت. فكانت بتسمع جدا والتعليقات كانت يعني محفوزة في الشعب المصري كله كان حافظها. طب انت وانت بتتكلم عن جيلك في مواهب كتيرة جدا. المواهب قلت ليه دلوقتي يا حمد. لا الله مش يعني مش قلت هو. احنا بعدين جي كابتن احمد صلاح وكابتن عبدالله عبسلام دولا. اساطير جون بعدين. طبعا ده محدش يادريك. اه. وكانت العملية مستمرة جيل بيسلم جيل. احنا اتعلمنا. انا بكلم بصف حمى على مصري ك اه. اه. فهي الرياضة قلت لان هي الرياضة بقت فيها حتة بيزنس دلوقتي شوية. اه. بقت صناعة. اه بقى فيها حتة بيزنس بقى فيها اكاديميات كتيرة بقى فيها برايفيت كتير بقى فيها يعني شغل اه مزاع على على ايامنا احنا مثلا المميز بيتاخد على طول من المدرسة او من مركز الشباب او كده على النادي بيتم الاهتمام بيه و و و و رفع كفاقته ما كانش فيه تدخلات اه زي اللي بيحصل دلوقتي في الرياضة من اولياء الامور و من اه. يعني برضو. اه. بتخلطوا لتدخلات من حاجات تانية. لا 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 التدخلات دلوقتي. من اولياء الامور. اه بقى متدخلين او في. عاوزين يفرضوا الولد باي وسيلة. اه يعني هي. طبعا كل واحد اه من حقه ان هو يشوف ابنه احسن حاجة. طبعا ما عاوز احسن منه. ويوفر له احسن جوه انه يبقى بطل. لما دي امكانيات. امكانيات مش كل الناس زي بعض. اللعيب والبطل واللعب اللي هو الدولي بيبان معروفة من صغره او من فترة مع انه هيبقى لعب دولي في اللعبة دية. طيب وانت 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 بتلعب. هل فيه لعيب اتفرض عليكم في الملعب ولا كل الناس اللي كانوا في الجيل بتاعها كان كله واحد احسن من التاني. لا لا ما فيش الكلام ده في النادي الاهلي صعب في. وانت لعيب. وانا لعب ما كانت يعني لا كان الناس كلها كان كان فيه تركيز كامل في مع الفرقة ما كانتش في حد يقدر يتدخل الفنيا في الفريق. كان صعب جدا ان حد يتفرض على الفريق. اه كان معروف ترتيب اللعيبة كل مركز نمر واحد مين ونمر اتنين مين وتلاتة مين واربعة مين وكل اللعيبة. كل حاجة ثابتة. كل حاجة معروفة وثابتة. بدليل ان احنا حققنا في في الجيل ده حققنا كتير اوي حققنا. طيب وانت لعب. هل حستيت في الوقت بلوقت انك الزلمت? اه شوية. زي. لا هو على ايامنا احنا برضو يعني دايما الاحساس ده بيبقى في الجيل اللي هو القديم شوية. انه مخدش حظه برضو متقدير شوية في الناحية المادية. ان العقود مكادش مكادش زي دلوقتي طبعا. اه. فطبعا يعني انا الحمد لله ربنا قرمني. وسافرت احترفت برا اكتر من مرة. احترفت في روسيا احترفت في السعودية احترفت في تونس. فالنادي الاهلي الحقيقة اوقف جنب كتير. كان بيسمحلي في فترات كبيرة عشان عارف ان انا يعني ان انا بيجي لعروض كتيرة. كان بيسمحلي ان انا اطلع احترف بعض البطولات وبعض الاوقات. وفي نفس الوقت ما اقصرش على الفريق. ان انا كنت برجع برضو واساعد مع الفريق في الاوقات اللي هي محتاجة بطولات وكده. طب انت لو تتكلمت على الاحتراف. طلعت احترفت في روسيا احترفت في السعودية احترفت في تونس. في تونس. هلما روحت احترفت في التلات دول دول. طبعا خلاني نتكلم عن روسيا دية التوب بتاع الاحتراف. هلما روحت احترفت في التلات دول دول. هل حسيتني في فرق بين النادي الاهلي وبين الفرق دية. ولا لقيت العملية قريبة قوي. لا الله النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك من الانبياء اللي هي بتطبق الشبه اللي بيحصل في أوروبا بالزبط يعني النادي الأهلي من أنديها اللي بتطبق اللعيبة ونوع التدريبات ونوع توفير الإمكانيات المتاحة للتدريب نوع المدربين اللي بيجيبهم لا الحقيقة النادي الأهلي بيحسسك في حتة تانية بيحسسني أنه لا خارج السرب يعني غير قريب من اللي بيحصل في أوروبا يعني نفس المعظم اللي شفته في أوروبا شفته في النادي الأهلي وإنت لاعب كنت من جواك راضي بكل اللي انت حققته في خلال البطولات كلها اللي حققتها من خلال النادي الاهلي الحمد لله انا مع النادي الاهلي حققت كل البطولات المتاحة سواء على مستوى افريقيا او العرب او الدوري والكاس حتى كاس العلم للاندية الحمد لله سعدنا ليه اكتر من مرة فالحقق لا يعني الحمد لله ربنا قرامني اكبر قرام في النادي الاهلي ان انا حققت كل حاجة ممكن اي لعب يتمنى انه حقق مين من اللعيب اللي تقريبا منك اوي على مدار السنوات اللي انت حققته انت عدت في النادي الاهلي قلت لي اكتر من انا يعني انا في ميزة ان انا مريد بكذا جيل لا وانت بتلعب وانا بالعب مريد بكذا جيل الجيل القديم والجيل بتاعي والجيل الحديث بقى اللي هو بتاع عبدال لعب سلام واحمد صلاح وكذا اعدت كم سنة انا استمرت في النادي الاهلي من واحد وتسعين لالفين وعشر حوالي من اللعيب اللي كانوا قريبين منك اوي وانت يعني بتقول الدي ويتو بتاعي فاني جيل بالزبط اللي انت خدت وانتين معاك لحد هذه اللحظة حد الحقيقة في الجيل بتاعنا القديم كان مجد مصطفى وامر رجي من الناس اللي هي قريبة مني جدا مين الصورة دي دي كابتن عبدالله ابسلام وكابتن احمد ده الجيل الاقرب اتنين اللي هي في الجيل الحديث في الجيل الحديث اه طيب احنا معنا واحد من قريب منك اوي كابتن ياسر صلاح لما عارف انت موجود معنا قال لا لا ده نعاوز اتكلم لانه فيه كلام كتير جدا نعاوز اقوله لك هنسمع هيقول ايه ونرجع نحل الكلام والله هو حمدي من الناس اللي هو بصراحة دمه خايف اوي اه طيب جدا يعني من الناس اللي هو قلبه ابيض بصراحة والله والله بيمنطوها الامانة يعني اه واحنا مدريبين طبعا في البطولات كتيرة جدا كنوا دمائق مزدوين جدا واقفة على نقطة عمر المهانس طبعا بطولة تونس لايه في اول سنة اول سنة ما كننا احنا مسكين او تاني سنة والماتشي مع اقوة 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 هناك اسمها كارتاج والتنين اتنين والماتشي خلاص بيروح ستة واحد ليهم اتناشر خمسة ليهم والحمد لله رب يعني ربنا بيكرمنا عشان احنا يعني بنتعب وبنعمل علينا ومخلصين وبنحب فعلا والنادي الاهلي والفرقة كلها ولان احنا ليا المنا Divine اللى كنت WEED في الاوضة هو قعد مع اخويشام الكبير في الاوضة Al Afimal فاناصر اول مرة شوفه حمدي كنت انا صغير شوية هو كنجاي مع اخويشام طول عمره طول عمره من هو صغير طبعا فادي لينأو مش كبير بس هو طول عمره من هو صغير طبعا نجم كبير بصراحة كيمة كبيرة هدول إيه لحبيبك كابتن ياسر جاله هو ياسر صلاح هو بيقولك لما شابك في البيت بخشي مصدق نجم من نجوم كل الطيارة بقى عجل في البيت هتقوله إيه دلوقتي بعد ما أتكلم معك هو الحقيقة أنا لعبت مع هشام أخوهما كبير وياسر وأحمد أنت خدت العيلة كلها من بابا أخوه هشام كان من أعرب اللعبة لقلبي وكت في الجيل القديم كت بقعد معه في القوضة فالحقيقة يعني هو بيتكلم على ذكريات جميلة جدا كنت هشام ده حبيبي وكنا بنخرج مع بعض وكان دايما بحكم أن أنا مش من من اسكندرية وقاعد هنا الواحد يجي ويخدني ويخرجني وكده فهو بيتكلم على الواقع دي لما أنا رحت زرتهم في البيت فهو جاء بي في البيت عندهم طيب لو أقولك دلوقتي وإحنا بنتكلم على وإنت لاعب هل في سن معين للعب كرة الطائرة أنه لازم لحد فترة معنا توقف ولا في بعض الناس يقولك يلاعص كرة الطائرة وبيلعب هو واقف وكرة بيجيله لحد عنده وإذا كان هو بيضرب على الشبكة وبعض الناس يتقولك لا ده محتاج ليقى بدانية عالية إنت تقول لعيب كرة الطائرة كفاية كده بص يا كابتن اللعبة الكرة الطائرة ما فيش حاجة اسمها بتلعب على الواقف اللعبة الكرة الطائرة كلها جنبات لو عضل جسمك كله مش مش مظبوط حتصاب ومش حتستحمل تكمل مباراة واحدة إحنا بنلعب كل يوم مباراة يعني فيه بعض البطولات زي بطولة أفريقيا بتلعب سبع مطشاط تقريبا في ثمان تيام أو تسعة تيام بطولة عالم أو كاس عالم بتلعب 11 مباراة في 15 يوم أو أسبوعية فالحقيقة لا لعبة الكرة الطائرة من أكتر اللعبات اللي محتاجة لياقة جداً ومحتاجة رشاقة ومحتاجة مقودة ومحتاجة قوة ومحتاجة قوة مميزة بالسرعة طيب هل انت حد أجبرك على اعتزال ولا انت اللي قررته لت لها بعد من حققته ده على مدار السنوات والبطولات الكبيرة دي كفاية عليها كده في اللعبة لا لا طبعاً ما حصلش طبعاً أنا الحمد لله لحد آخر سنة كنت بلعب فيها في النادي الآلي كنت من التشكيل الأساسي وآخر سنة لها أحرزنا أربع بطولات مع الكابتن إبراهيم فخر الدين أحرزنا البطولة الأفريقية أبطال دوري أحرزنا البطولة العربية أحرزنا الدوري والكاس وكلهم على حساب نادي الزمالك يعني الأربع بطولات كان على حساب نادي الزمالك ما شاء الله انت خدت قرار انك تبطل هو أنا خدت قرار لما حسيت ان في بداء اللي ابتدت تظهر كان فيه لعبة ابتدت تظهر جيل بيسلم جيل اه جيل بيسلم جيل وحسيت ان الفرقة خلاص يعني الحمد لله قدر أسيبها وفيه البديل اللي موجود وابتدينا نقلنا خبراتنا خلاص للجيل الجديد زي ما حصل معنا فخلاص يعني الحمد لله حققت كل حاجة فأنا من نوع اللي هو لازم يعني تفكيري ان أنا أدي فرصة لجيل كنت ممكن أستمر رموسم واثنين ولكن أنا قررت ان أنا أسيب فرصة للولاد الصغارين بقى زي من الجيل اللي قابلنا ادينا الفرصة وطلعنا طب هل انت بقى فكرت جات عليك فترة كده وده ممكن تتعدي على ناس كتير جدا بعد ما كنت في الأضواء وفي الصورة وده من الناس وده بيتكلم وده حديث ديك وتلفزيون وراديو وإزاع وكلام ده كله هل فكرت في وقت ملوات أو زعلت ان انت هتبعد عن الأضواء دي لا والله أنا طبيعة شخصيتي ما بحبش الأضواء أصلا خلاص عملت اللي عليك آه عملت اللي عليك وقدت رسالتي والحمد لله اسمي كان كويس جدا على مستقى مصر والوطن العربي وأفريقيا فالحمد لله مش حقق مش حقق أكتر من اللي تحقق والإضافة لأن أنا كان دماغي أن أنا ما كنتش حابق على القرى الطائرة يعني كنت حاطت في دماغي أن أنا إن شاء الله بإذن الله هدخل مجال التدريب فده مجال أن انت تقدر تحقق فيه برضو نجاح جديد وشهرة جديدة ليك يعني هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجل أهلا بحضرتكم بعد الفاصل أظنني أول مرة اسمعوا الكلام دوت في ألعاب أخرى وبتشوفوا الناس عد إيه بتوصلوا وإزاي بتعاني وإزاي الناس هنا كاسهم بيساوا نفسهم بلعابة الكرة ده بيحققوا أكتر من اللي بيتحققوا في رئة الكرة وده كلام مش كلام أنا ده كلام على مستوى الساحة المصرية والإفريقية والعالمية الاحتراف بعض اللعيبة لما بتطلع من مصر هنا يقولك اللعيبة هيطلع بره باش هيكمل في الاحتراف لإني هو متعود هنا على إني يأكل ويشرب وينام براحت ويقوم براحت ويخرج في أي وقت وييجي يروح يوضع لك فيه يقعد بشارة مع أصحابه فيه ناس بيعمل اللي على مزاجها بيشتح تكون ترول وإنت رايح أول خطوة حتى نحو الاحتراف فكرت فيها إزاي هو زي ما قلت لحضرتك النادي الأهلي كان متمسك بيها جدا في الفترة دي لأن أنا طبعا من عناصر الأساسية في الفرقة فعدم وجودي كان هيبه مؤثر جدا على النادي الأهلي وعلى بطولاته وكده فالنادي الأهلي كان بيسمح لي في بعض الفترات أن أنا أطلع يعني منها فترة السعودية منها فترة روسيا كانت فترة مؤهزة جدا هل كان بيسمح لك والفرقة محتاجاك ولا ممكن يشوف بديل لحد ما ترجع مسا كان فيه أوقات بيشوف بدائل كان ابتدى فيه فترة طلع بعدها أيمان رجدي فسمح لي فيه فترة طلع أحمد صلاح يقدر يقوم بالدور في عدم وجودي فسمح لي برضو فالحقيقة في الفترة بتاعت روسيا دي كان ابتدى أحمد صلاح برضو يظهر وابتدى ناشئ قوي طالع طيب هل النادي الأهلي كان بدون أقطع كلامك معلش هل النادي الأهلي كان بيسمح لك أنه تتعرف ده مكافأة من النادي الأهلي لحمدي الصافي مكافأة وتأدير منه وتأدير وتأدير منه للبطولات اللي أنا كنت بساعد الفرقة فيها وتأدير منه لأن حمدي الصافي ما عملش مشاكل أو ما عملش مركز في لعبتك آه مركز جدا في اللعبة بتاعته بيقدي وبيحرص بطولات للنادي وبساعد فرقته بدون أي طلبات فالنادي بيقدر اللعبة اللي هي تاريخها كبير جدا في النادي الأهلي واللي بتحقق مع النادي الأهلي بدون ما تعمل أي مشاكل أو تختلق مشاكل للفرق أنت طلقت احترفت في روسيا وروسيا طبعا من الدول متقدمة في كرة طايرة زي زي البرازيل زي الأرجنتين زي كوبا وإيطاليا وفرنسا وكل الفرق العالمية ديت طيب أنت فكرش بقى أنك تكمل الاحتراف بتاعك بره بقيت حياتك هو الحقيقة زي ما بقول لحضرتك كان بيبقى الاتفاق على موسم واحد يعني بروح موسم وارجع عشان ما كانش ينفع أن أنا أقعد أكتر من موسم بره يعني كان النادي الأهلي بيجهز البديل اللي هو تماشي الأمور موسم أو بطولة أو كده فهو كان بيسيبني فترات أولئلة بحيث أن أنا أقدر أستفاد مديا وأقدر أرجع بعد كده أن أنا ساعد النادي في البطولات بتاعتي لما طلقت احترفت في روسيا لقيت محمد صلاح طالع طالع زي صورة الساروخ زي ما بيتقال دي ما أخدت لكش حصل لك من جواك كده ألأ طب ما أنا بادل ما هرجع تاني وممكن أعود احتياطي لمحمد صلاح طب ما أنا أحترف بره وأكمل ولا إيه اللي يضار في زهنك لا وأحمد صلاح كان ظهر فعلا في الوقت ده واخد أحسن لعب في أفرقيا وكده بس أحمد ما كانش بيلعب في مركزي يعني أحمد كان بيلعب في مركز اتنين وأنا بيلعب في مركز اربعة فوجودنا احنا الاتنين كان مهم جدا بدي قوة للفرق آه كان يعني لما زي جناحين كده شايلين الفرق لما بيبقى جناح وعد الفرق بتتقصر مع وجود طبعا عبدالله عبدالله سلام في النص المشط يا سلام كان بيبقى الفرق بتحقق حاجات كتيرة جدا وجمهور الأهل استمتع بالفترة ديت مع فريق قرى الطير طب انت إيه اللي استفدتوا من الاحتراف غير الجانب المادي إيه اللي استفدتوا كاللعب محترف وشفت حياة مختلفة وشفت بلد مختلفة في السلوك وفي كل شيء إيه اللي اختلف فيها لا طبعا خبرات كبيرة خدتها شفت الفرق إزاي بتعايشها اللعب إزاي هناك عايشها البرامج التدريب بتتحط إزاي المواقف الكاتشانة الكوتشنج في المطشط بيبقى عامل إزاي كل دا استفدتوا والحمد لله استفدتوا بتديت طبقه يعني انت استفدتوا وانت لعب وطبقتوا وانت مدر أكيد طبعا كل دي خبرات ترقومية موجودة عندك بتطلع بقى وقت ما بتشتغل في التدريب حققت مع منتخب مصر كم بطولة؟ منتخب مصر برضو حققت حوالي أكتر من 20 بطولة على مستوى أفريقيا وعربيا وألعاب أفريقية وألعاب عربية ولكن أهم بطولة في تاريخ مصر الحقيقة كانت بطولة البحر المتوسط في ألمريا دي أول مرة في تاريخ مصر فريق جماعي كان يحرس دورة بحر قبل متوسط كان أول مرة فريق جماعيا يحرس بطولة دي حقيقة في لعبة جماعية كانت كرة الطايرة في ألمريا 2005 طبعا دي كانت بطولة وكانت ناغلة كبيرة للكرة الطايرة بعدها ابتدى عروضه لاحتراف تيجي للعابة مصريين وابتدأ الأوروبا تعرف إن فيه في مصر كرة طايرة على مستوى كويس عالي نقدر ناخد منه لعيبة يشتغلوا في أوروبا يعني أنت كنت إعلان جيد بالنسبة لكرة طايرة طيب طبعا طيب حمدي لو قلت لك دلوقتي أنت لعبت أولومبي جيمز في سيدني وبيكين تمام وفيين تاني؟ السيدني وبيكين السيدني وبيكين عشان تلعب دورتين أولومبيتين وإنت في منتخب مصر معناها دي لو أي لعيب بره بيتعمله زي تمثال من دهب إحنا هنا في مصر للأسف ما حدش بيفكر في الجزئية دي بعد ما نعبت أتنين أولومبي جيمز بإسمه منتخب مصر إيه اللي يدار في زينة لبعض كده؟ الأولومبي جيمز الألعاب الأولومبية دي أرقى وأقوى حاجة على مستوى رياضة في العالم الحقيقة كل يعني فيه لعيبة بتلعب وتبطل ما بيحصل لهمش النصيب إن هم يلعبوا في الأولومبيات طبعا لا الأولومبيات بتبقى لفل تاني خالص بتبقى أعلى حاجة موجودة على مستوى العالم في الرياضة عم تنبيبقى يعني أنا في مرة مثلا كنت قاعد كده وباكل لقيت ميسي بيأكل جنبي ميسي بيأكل جنبي في الترابيزة اللي جنبي بتبقى كلها في حتة زي فيلج كده كله بيأكل مع بعض طبعا اللي أنت لما بتشوف النجوم العالمية ديت معاك وبتشوفهم عايشين إزاي وبتشوفهم شغالين إزاي لا طبعا خبرات كبيرة جدا بتبقى موجودة للعابة المصرية اللي بتروح تشترك في الألعابة الأولومبية كان فريق بتاع الباسكت الانبي اي كله كان موجود معانا في القارة لا لا شوفنا نجوم عالمية ندال في التنس كان موجود معانا كل النجوم العالمية دي شوفناها عن قريب إزاي عايشين إزاي بيتمرنوا إزاي حياتهم فكل دي خبرات لو اللعبة المصرية أخدتها لا هنلاقي هتلاقي عندنا أكتر من محمد صلاح في القرى هتلاقي لعبة كتيرة تطلع لازم نحتك بالعالم دي عشان طب إيه اللي ينقصنا عشان نوصل للناس دي نظام نظام احنا هم مشيون بنظام الحقيقة ما بيتغيرش ما فيش حاجة تأجيلات ما فيش احنا يعني للأسف فيه فيه ناس بتبتدي السيزون مش عارفة هتلعب لحد إمتى أو هتلعب إمتى أو هالك ما فيش جدول ثابت يعني ما فيش حاجة ثابتة يعني ما بتكلمش على حاجة معاينة بتكلم على كل عمات الرياضة عمات تنين طب إيه العقد اللي جالك بعد ما اشتركت في قلوم بالجيمز في سيدني وفي بيكين جالك عقد كويس أنا روسيا جالي بعد روسيا عادت هديه في روسيا عادت سنة كامل سنة وانت ممكن تكمل وانت محبوا يجددوا طبعا بس زي ما الاتفاق كان مع النادي الآلي موسيوم واحد وقند ولا انت قلت لأ مصر وحشتني والمحشي ومش عددوا الكلام دي كل لأ لأ ما جالي هناك جالك هناك ما فيش فايدة برضو لازل طعمية وفورة جالك مصريين ما قادروش يعيش من غير أكيد أكيد طيب في المنتخب انت حققت بطولة كاس عالم كم مرة مع المنتخب اشتركت في 3 بطولات كاس عالم وتلت بطولات عالم احنا عندنا فيه فرق من بطولة العالم وكاس عالم فاشتركت في 3 و 3 حققتوش بهم ماريك كزا لا أكتر حاجة حقق اناقل مركز التاسع وكان مركز بالنسبة لبطولات العالم مركز التاسع من 24 فريق مركز كويس يعني طب انت شايف احنا مستويانا في الطهرة بعيد ليه عن مثلا بشاولك افريقيا افريقيا احنا على اسيا موجودين حتى اسيا كمان ممكن اعلم ان انا في التصنيف شوية انت شايف ان احنا بعيد ليه خالص على المستوى العالمي ما هو المنتخبات المنتخبات دي ما بتتعدش في يوم وليلا لا دي بيبقى برنامج لمدة اربع سنين اللي هي قبل الدورة الاولمبية دي بشتغل على منتخب بنظم له تدريبه بعده الوحده بقى بعده بقى بنظم له تدريبه بنظم له مطشاطه وكل في التوقفات بجمحهم بيبقى ليهم مدرب سابت مش كل سنة بمدرب لا يعني موال كبير لازم يتعامل عشان اقدر احط منتخب ينافس في ضمن اول ستة في العالم يعني كابت الحمدي لو قلتلك دلوقتي انت خدت قرار اعتزالك واللعيب سواء كورة او قدم او اي لعبة اخرى ما بياخد قرار اعتزاله بيبقى عارف فهو موجه نفسه فين او هو هيكمل في ايه انت اخدت قرارك في ايه انك تعتزل وتبقى مدرب شبه عن التدريب ماخدش ليه اداري لا انا يعني شايف نفسك انت في التدريب انا فكرت في الموضوع ان انا ممكن العمل الاداري او العمل الفني حسيت ان العمل الاداري يعني مش يعني مش مستعجل عليه هيجي هيجي لو انا حبيت في العمل الاداري اشتغل موجود مفيش مشكلة انما الاصعب في العمل الفني اللي بيحتاج شغل اكتر بيحتاج ان انت تجهز نفسك اكتر بدورات وتتشوف معايشات وكده مع ناس هل حصل الكلام ده؟ طبعا انا الفترة بتاعت اوروبا دي فرقت معايا جدا اهلت نفسك كويس اهلت نفسي جدا فترة برضو ان انا احتكيت في السعودية والتونس بمداربين اجانب دي فرقت معايا وروسيا وبرضو المداربين الاجانب اللي مسكوا منطحب مصر الحقيقة برضو استفدت منهم كتير قوي فالحقيقة كل المجموعة دي شكلت حمد الصوفي كمدرب يعني بعض الناس بتقول ايه او بعض الصحفيين يقولك ما ينفعش انه مدرب او لعيب يبطل ويمسك التدريب على طول تمام تمام المقولة دي ولا ضهر انا لو اللاعب بطل وهو مجاهز نفسه هيجهز نفسه زي هو بيلعب لا فيه دورات بتتعمل ممكن اللاعب يخش فيه هو بيلعب عادي عادي اه ده مش يبقى تفره كامل زي زي ما بقى مدارب مش قاضي انه هو مش قاضي انه هو يمسك يدرب لا يجهز نفسه عن طريق دراسة دورات تدريبية انا ما انفعش كده من البطل بكرة تاني يوم يمسكوا فيه عشان تمسك مدارب لازم فيه درسات دولية تتعمل تبع التحاد الأفريقي بتبع التحاد الدولي فيه درسات تبع الاتحاد المصري لازم كل ده يتاخد عشان تقدر تمره واعلا كده خبراتك بقى لانت اكتسبتها لو بطلت واشتغلت هتقول هايبقى اسمك ممرن 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 ايه الفريق بالممرن والمدرن الممرن ده بيبقى موجود مع الجهاز الفني كحاجة كده ياخد خبرات ويبقى شغال معهم بيده إنما المدرب ده لازم يبقى معه معتمد مع شهدات تدريب وكده طيب انت أهلت نفسك كويس في الجزية دي أول فريق دربته وانت مدرب وحاسن انت أهلت نفسك وعملت فترة تعايش وشايف انك بقيت مدرب كامل في كل شيء الحقيقة أنا بعد ما بطلت مساكت في نادي الجيش مع جهاز فني أهلاوي كله كان الكابتن أحمد زكريا وأنا وكابتن هاني مسلحي كنا مساكنا نادي الجيش لمدة مسمن الحقيقة الفترة دي الكابتن أحمد كان عنده خبرات كبيرة برضو استفدت منه في الفترة دي كنت مدرب أول ولا تاني كنت مدرب عام كنت أنا وكابتن هاني مدربين عام وكابتن أحمد زكريا مدير فني الحقيقة كان جهاز فني كله أهلاوي ناس كلها خبرة وفنيات عالية السنتين دولة برضو جهزوني كويس قوي وبعد كده رجعت في نادي الأهلي اشتغلت مع كابتن جمعة الحميد الله يرحمه كان هو مدير فني برضو وأنا مداري بعامه في الموسم ده الله يرحمه حصلت حالة الوفاية لكابتن جمعة وأنا كملت بقى كمدير فني يعني الظروف خدمت الظروف خدمت طبعا طيب إحنا معنا الدكتورة منا طلع عادل هي طبيبة الفريق النادي الأهلي لما قاد في البرو أنت موجود معنا هنشوف الدكتورة مننا هتقول إيه واذجعل الكلام علينا مبدأين طبعا على مستوى الشخصي كابتن حمدي مش بس معي أنا بعتبره بالنسبة على أنه أب يعني زي كل البنات أكيد وشاهدتي فيه مجروحة كمدير فني كإصابات مش عادر أقول لكابتن حمدي بيبقى متفاهم قد إيه يعني إصابات البنات اللي محتاجها تأهيل اللي محتاجها راحها ما فيش مشكلة تاخد وقتها اللي محتاجها تحويل برة هو اللي بيجريلها هو اللي يكلمنا هو اللي يعني بيعمل اتصالاته عشان اللي محتاجها حاجة تعملها في أسرع وقت فبصراحة يعني هو ما بيأثرش معنا في أي حاجة أنا زي بقولك شاهدتي فيه مجروحة يعني إحنا بالنسبة لي لأ يعني هو طب هو طب في الكرة الطائرة يعني لأ شاهدتها مجروحة يا دكتورة منا أقولي اللي أنت عابدت تقول إيه أنت هنا بقناة النادي الأهلي طيب هي قالت كلمة كده أنت أقول لها إيه طيب إنت الأول لأ منا من الناس البنات المحترمات جدا اللي فهمت شغلها الحقيقة والدها خصص إيه علاق طبيعي ولدها برضو الدكتور عادل شخصية محتومة جدا طبعا طبعا راجل فهم جدا في شغله وأكيد هو فرق معها جدا لأنه شاطر جدا ده خبراته بقى آه ده الخبرات بتاعتها والحقيقة منها لما ابتدت تشتغل معنا سنة عن سنة بتطور نفسيها وبتفهم الفرقة كويس قوي وبتعرف تتعامل مع الإصابات بتاعتهم حتى لو في حاجة صعبة جدا عليها بتسأل برة وتشتغل وتجيب مكتهدة مكتهدة جدا ودقوبة وده مرايحات كمدرب بالنسبة للإصابات والكلام ده كله طبعا طبعا التخصص ده بالذات بتاع العلاجة الطبيعي لازم يقوم معك حد شاطر وحد فاهم وحد ناشط لأن انت بتحتاج اللعيب ممكن لعيب تفقده أسبوعين ثلاثة لا ترجعونك في أربع خمسة أيام والحاجات دي بترفع طبعا الأجهزة يعني أنا خدت مع دكتور عسام البراشي علاجة طبيعي بس هو زب الكاول زب الكاول وتعصب وحبيب يعني هو كمان من الناس اللي ساعة الكابتر حسن شحاتها في الرجوع اللعيبها بسرعة أكيد طبعا معاه في المنطخبة دي بتريح المدير الفني المدير الفني يعني هس هس بالنسبة له أن انت تقوله اللعيب ده مش هيبقى موجود معك مثلا زبعين ثلاثة وبيبقى مشكلة لأنه حطت أمال عليه وحطت خطته عليه وطبعا في بدائل بس لما بيبقى لعيب أساسي أصلا لعيب أساسي ومهم وانت محفظه وانت مجهزه لما بتفقده بيبقى حاجة صعبة طب إيه الموقف اللي حصل مع الدكتورة منا وانت موجود معاها وكت حطت أمال كبيرة على لعيب جدتك لها بش هينفع كل أمانة حضرتك فقرتني بموقف مهم جدا قول في نهاي أفريقيا عنديا أبطال الدوري في 2018 كانت في صالة النادي الأهلي بنلعب مع فريق كيني وكسبين المطش تلاتة واحد وفي آخر كورتين تلاتة آية الشامي أحسن لعيب عندنا وأقوى ضريبة عندنا ونزلت على الرجلها تلوت فطبعا أنا حطت إيدي على قلبي خلاص أقوى لعيبة عندي أقوى ضريبة مش تلعب معي النهائي وعندي تاني يوم النهائي تاني يوم على طول تاني يوم النهائي فقاش هزار قلت خلاص بقى وابتدت أجهز خططي إزاي هلعب من غير آية وكان فريق كورتاج بدأت تخش في آلع بقى آه طبعا خلاص المطش في آخر نقطتين ثلاثة أنا بفكر هعمل إيه بكرة في النهاية بلعب كورتاج معهم محترفة روسية طويلة جدا ولعيبة قوية جدا طب هعمل إيه يعني آية الشامي ما شاء الله لعيبة قوية وخططنا كلها معظمها في الوقت ده كانت مترتبة عليها طبعا فطبعا اتكلمنا بعد المطش هي قالتلي يا كابتن إن شاء الله بإذن الله حنشوف ونحاول بس انت هي برضو اعمل حسابك النهائي مش معاني ما نمتش بقى انت في الليلة طول الليل بقى بنجهز خططنا ونعمل إيه ونحط البدائل ونلعب إزاي غيرنا التكتيج كله بقى آه غيرنا التكتيج كله ولكن الحقيقة هي فاجئتنا إن هي طول الليل صهرانة معاها وبتعمل جلسات والحمد لله قدرت إن هي تشاركها تاني يوم ولعبت ولعبت الحمد لله وكانت مميزة في المقصد وكسبت البطولة ونمت وكسبنا واستريحنا وفرحنا جمهورنا طيب وبعد كده نمت إنت واستريحت بقى أخلاصة ما هي طبنية طيب آه طبعا طبعا إحنا معنا بقى آية الشامي اللعبة اللي إنت كنت عامل قلق وبش قلق وكلام نوع عبيت لك قلق وريحتك في الماتش الأخداني وكسبتك الحمد لله حنشوف آية هتقول إيه أنا أصلا لما أول ما جاءت النيزيلة لي كنت جاي لك أفت الحمزي هو اللي كان يعني متبني الموضوع فطبعا أنا علاقتي بيه الحمد لله كويسة جدا وهو دايما الصراحة بيتعامنا كلنا يعني مش حد معين بالعكس هو بيبقى في support لنا كلنا فلا علاقتنا بيه كلنا يعني أخ كبير أب بيبقى على طول العلاقتنا بيه كويسة يعني الحمد لله دايما بقى بفاكرة بعد الفاينل بتاع أفريقيا إحنا كلنا كنا كان هو حتى يعني متأثر جدا ومتدايق جدا إحنا كلنا عيطنا للتأثره أصلا إن إحنا كنا تخسرنا يعني وكنا عايزين نعمل أي حاجة دي كايت بعد 2017 أو آه كنا عايزين بطولة تانية تيجي بسرعة بجد عشان بس نصلحه عشان هو فعلا زعله دا كان مدايقنا جدا فكنا عايزين نعمل أي حاجة لمجرد بس إن هو ما يبقاش مدايق كده يعني ما هم قلبه ما عليك هو بيقولك بيش عايزين يدايقه يعني يعني ما حبيش بقا يعني أنت بتعمي معهم كأب كمامش كمدير فني لا أخو أجب يعني أخو أب بالنسبة لأن الأعمار متفاوتة في الفرقة يعني طيب أنا هنا ممكن لفت نظر بقا وديكن لازم أسألك فيها من الأول أنت متخصص لطايرة بنات أو نساء هي الظروف اللي خلتني متخصص في الفترة الأخيرة يعني أنا ابتديت رجال مع نادي الجيش عا عدت موسيقين مع نادي الجيش رجال وبعد كده لما جيت النادي الأهلي مع كابتون جمع وحصلت الظروف الوفاء واشتغلت مع الفريق نجاحات بقا مستمرة كل موسم خلاص نجاحات شغالة فساعدت أن أنا تواجد معهم تقريبا للموسم اللي هاشتغل ده الموسم التاسع التاسع هل في فرق من تدريب السيدات غير الرجال بالنسبة للقوة التحمل والبرنامج التدريبي بتاعهم والله بس قبل ما أنا ما ممسك بنات الأهلي كان كل الناس بتقول لا تدريب البنات مختلف وتدريب البنات لازم يبقى أضعف أنا يعني أنا واحد من الناس ودرواتي شيرت الصورة دي لغيت لغيت الصورة دي وعودتهم على إنهم ما يتحملوا نفس التدريبات الرجال ونفس المشاكلة بس القوة البدنية بتاعت بتفرق طبعا درجة القوة بس بنفس نوعية التدريبات ونفس نوعية التحمل يعني بالنسبة لهم يعني بتعود هو بقى اه بالتعود تعودناهم على القوة والتحمل وعلى كل الحاجة حتى معظم الأندية في مصر دي وقت اتطورت كل الأندية حتى الدور بتاعنا اتطوروا بقى جامد جدا في كرة الطائرة بنات يعني عاوز أقولي أنت لالي وقت انت متخصص طائرة سيدات لا مش متخصص لا ما هي ما أنت بتقولي أنت حققت معهم بطولات كبيرة قوي وعاودتهم على الحاجة معين السعادة ممكن ممكن السنة جاية بقى فري رجال ممكن اللي بعدها بقى فري رجال عادي يعني هي هي نفس الطائرة ما فيش اختلاف بينها بس هي الاختلاف أنت بتتعامل مع بنت غير ما بتتعامل مع ولد بالضبط بي أنت شايفها صعب شوية حتى في طريقة الكلام البنات تدريبها أصعب ما شايف أن البنات تدريبها أصعب أنت بتتعامل معاها يعني آية قالت الكلمة دلوقتي قالت وبتعامل معنا كأخ جبير لينا أو أب لينا دونا عن أي حد تاني البنات حساسين شوية هل أنت ممكن تغير معاملتك مع الولد أه الولد ممكن يبقى معاملة يدينه فوق دماغه الند بالند وضربه مش ضرب لا 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 طبعا أخوة يعني يعني أنت شايف أن مفيش فرق بين تدريب الرجال والسيدات لا لا مفيش فرق دلوقتي مفيش فرق خالص خالص زمان كان فيه دلوقتي مفيش وإحنا بنشوف على مستوى العالم كمان مستوى العالم دلوقتي فرق ما شاء الله إنت لو شفت آخر بطولة عالم للبنات ما شاء الله المستوى زي زي الولاد عندنا طب إحنا إمتى نوصل بناتنا يوصلوا للمستوى ده ونفس الكلام اللي قلناه على الكرة الطائرة الرجال برضو ومحتاجين دعم ومحتاجين نظام ومحتاجين سيستم ومحتاجين احتكاك هو مفيش نظام عندنا لوقت في الكرة الطائرة؟ شوية شوية إيه مفيش بطولات منتظمة الجدول بش منتظم؟ يعني شوية عملت الاتحادات ما كانش مستقرة الفترة اللي فاتت والاتحادات متغيرة كتير وحل الاتحادات وكده بس إحنا بنعمل في الاتحاد الجديد إن شاء الله بإذن الله يعني مفيش استقرار؟ آه ما كانش في استقرار في آخر كم سنة في القرى الطائرة ده أثر على مستوى القرى الطائرة حتى الرياضة بتاعتنا الأفريقية فقدناها للأسف يعني طيب انت متفائل يعني؟ إن شاء الله بإذن الله خير طيب هل رحيل بعض اللاعبات من فريق النادي الأهلي وطبعاً زي احنا بيكونوا احتراف آه طبعاً والاحتراف ده أي حد ممكن يجيله مبلغ أعصب مبلغ اللي فيه يقول لك أنا مش ضمن حياتي بكرة هكمل ولا ما كملش فهل ده احتراف هل ده هيأثر عندك في الفرعة؟ أولاً احنا قلنا رحيل اللاعبات طبعاً احتراف ومشوا بكل سلاسة ما كانش فيه مشكلة خالص والنادي الأهلي ما عملش أي مشكلة خالص مع البنات وأخذوا كل مستحقاتهم كاملة والدنيا تمام ما فيش مشكلة النادي الأهلي طبعاً فكر أنه أنه طبعاً رحيل خمس لعبات يعني منهم عناصر أساسية كتير طبعاً هيأثر على أي فرقة ولكن احنا الحمد لله يعني اشتغلنا مع إدارة النادي عوضنا ببعض الصفقات وعوضنا بمحترفين وعوضنا بولد نشئين عندنا فالحقيقة طبعاً محتاجة بس التوفيق ومحتاجة الخبرات عندك نشئين كويسين؟ عندي الحمد لله كذا نشئة كويسة بس هل بنفس المستوى باللعبات اللي مشوا؟ انكسهم بعض الخبرات تفرق الخبرات بس بس هم عناصر مبشرة ومميزة وإن شاء الله هيبقى لهم مستقبل كبير يعني في النادي هل أنت تفهمت مع قدارة النادي أن الموسم اللي جاي ممكن ماخدش بطولة إنما ممكن أعدي لعيبك وياسين بعد كده يفيد النادي على مراحل طويلة؟ النادي الأهلي بيلعب على بطولة رغم كل أي ظروف النادي الأهلي لازم يلعب على بطولة يعني إحنا سياستنا في النادي الأهلي لازم نلعب على بطولة هنبذل كل جهدنا واللعبات حطين في دماغهم الكلام ده إنهم إن شاء الله بإذن الله يبذلوا كل جهدهم المحافظة على البطولات اللي حقق النادي الأهلي السنة اللي فاتت واللي قابليها منافسة إن شاء الله في الدوري والكاس ولو قتحت لنا الفرصة المشاركة في العربية والأفريقية إن شاء الله بإذن الله هننافس بإذن الله النادي الأهلي بيقف على حد؟ لا ما أقفش كان يعني ما كان يعني كلنا بطلنا حضرتك بطلت وأنا بطلت وكابتن خطيب بطل وكل أساطير النبي وطاله دي الدنيا كده كلها والبطلات مستمر أكيد طب إحنا معنا نجم من النجوم اللي طلع يمكن عملك قلق في أول كده حياتك ولما رحت احترفت في روسيا وجيت أنت قلت لو بيلعب في مركز غير مركز بتاعك عندنا نجم مصر ونجم اللي ألف كرة الطائرة كابتن أحمد صلاح هنشوف أحمد هيوليه ونرجع تاني نتكلم معك كابتن حامل حامل إيه يا ربكم بخير يا رب أكيد طبعا أنا سعيد جدا إن أنا لعبت معك سنين طويلة وكان فيها إنجازات كتير وكمان كنت اميل الغرفة وده شرف كبير ليا طبعا وتعلمت منك كتير جدا وكان فيها الفترة اللي أنا لعبت معك فيها كان فيها إنجازات كتير شبنا في بحلة متوسط وده كانت إنجاز كبير كدا للقرية الطائرة المصرية وطبعا أكيد أنا سعيد اللي أنا طبعا لقيت جنبك في الملعب وده كان حلمي بالنسبة لي إن أنا كن لعيب وسط النجوم الكبار اللي كده الزهبي النادي الأهلي طبعا حضرتك وكابتن نيدو وكابتن هاني وكابتن نايمان رودي وكابتن نايمان مجد مصطفى وهم كتير بصراحة تعلمت منهم كتير ويا ربي كده يكرمك الثانياتي ويوفقك أنت ستاك كل خير وعلمتنا حاجات كتير جدا وكان شارك كبير ليه طبعا أنا كن معك زميل غرفة ده كان شارك كبير ليه طبعا ويا ربي كده يكرمك ويحق كل يتمنى وتشرفنا طبعا كالعادة زي كل سنة ما تشرفنا وفيكسك كل البطلات وانت قدها وفرقيتك قابل المسؤولية هتقول ليه لأبو حميد هو بكلمك رسم يعني ومجدود لا أحمد صلاح ده حبيبي وابني يعني أحمد صلاح الحمد لله أول ما تلاعي الدرجة الأولى أنا تبنيته وكت مستفشر به خير أنه هيبقى حاجة بسم الله مشاه الله أسطورة من أساطير الكرة الطائرة هو كان عنده حسن الظن والحمد لله يعني في الكم سنة اللي لعبتهم معاه وعادت معاه يعني الولد كان بيسمع جدا وكان عنده نهم طور من مستوى أول طور جدا وحتى طبيعة شخصيته مستقرة وبيحب الاستقرار وملتزم وجد ملتزم ملتزم ساعد على أنه هو يبقى حاجة كويسة بطولينا موقف كده معاه أول بطولة كاس العلم في اليابان طالينا مع بعض وكان بيعب معاه في الغرف بيقولك ازين لك في الغرف آآ لسه بنحط الشنط وكده وقاعدين في الدور للخمسة وثلاثين لقينا العمارة بترقص زلزال محناش باعة متعودين هناك الزلازل العمارات على سوسط فالعمارات بتتحرق عادي جدا بتميل فأدور على أحمد مفيش أحمد لقيته جارة بالشورت والفنيلة بتاعته على صنصيره وعاوز يجري ويهرب ده خطر آآ لا طبعا هو كان يعني لسه وجد نحسنه كان ينط من فوق هو كان لسه صغير وكان أول مرة يتعرض لموقف زي ده احنا يمكن كنا سفرنا قبل كده لابن فتعربنا لكذا حاجات زي كده هو ما كانش متعود فالحقيقة من الحاجات اللي فكرها برضو احنا مع بعض طيب انت ايه طموحاتك وانت مدير فن الوقت بالنسبة للفريق السيدات ايه طموحاتك ايه اللي انت عاوز تبصلك هو فريق السيدات النادي الأهلي الحمد لله انا حققت معا كل حاجة يعني تقريبا دوري وكاس وافريقيا وعربية حققنا كله البطولات اللي ممكنة ووصلتش فيهم اولمبي جيمز لا وكن نفسنا نوصل بطولة العالم الأندية للأسف السنة اللي احنا خدنا او السنتين اللي احنا خدنا فيهم افريقيا وكان المفروض بطل افريقيا روح الاتحاد الدولي ماستعانش ببطل افريقيا يعني احنا عندنا غير الالعاب التانية يعني في الهندبول او البسكت طالما اكسبت افريقيا بتروح بطولة العالم الأندية في الطائرة في اخر فترة دي عاملين بس يعني ايه بعدين بطل افريقيا الفترة دي وبعدين المفروض يرجع تاني يشارك في البطولات يرجعت عليكم انتوا لا حطين شروط تعجزية لازم مبالغ مالية ضخمة جدا ولازم سبونسور ولازم نقل تلفزيوني معين وحاجات يعني صعب على اي فرق افريقيا تعمله فلوس كتيرة جدا هتكلف فلوس كتيرة هل لو طلب من مصر انه تنظم بطولة اولمبي جيمز بالنسبة للسيدات او بطولة عالم ممكن تتعمل اه طبعا احنا عندنا الامكانيات دلوقتي الحمد والله عندنا بنية تحتية قويسة جدا نقدر ننظم اولمبيات ان شاء الله في خلال 18 سنين ممكن مصر تقدر تنظم اولمبيات او بطولات عالم سهل دلوقتي في اي لئة اه انت شايف نوعية الملاعب اللي بتلعبوا عليها دلوقتي هل بتفرق عن ملاعب وبتعلي من مهارة الفردية بتاعت اللاعب ولا دي بتأثر شوية لازم يكون لعب فيه التأوي الميزة في اوروبا واسيا اليابان وكوريا والسين والحيطة دي ان الملاعب بتبقى تخصصية قوي يعني مثلا ايه ملعب الطائرة هو ملعب الطائرة ملعب الباسكت هتلاعبش عليه مليون لعبة لا هو الطائرة بدخل ملعب الطائرة البصات بتاعي مفروش اللي هو عشان يحافظ على الركب والظهر والإصابات والحاجات دي بيبقى لنا بصات معين اه طرفليكس ده مفروش ما بيتشالش محطوط في الملعب على طول تدريبات مباراة كل حاجة عكس مصر ده بيبقى عبارة عن ايه مثلا حاجة مضغوطة كده زي الكويتش ارضية مضغوطة بتمتص الصدامات شايف التكوف بتاعك كتر الجنب في المطشاط الملعب هنا شوية بيتلعب عليها كل الألعاب فتبقى متعبة شوية فبتهبط اللي اه ولا هي مش موجودة عندنا لا موجودة الترفليكس موجود في الاتحاد فيه بس بيتفرش في البطولات الدولية بس بس هناك كل الملعب موجود مؤهلة يعني اه مؤهلة اه طيب لو قلت لك بقى انت قلت انت وصلت في افريقيا وي وي اي منت بقى طموحاتك انت نفسك تحقق وانت مدير فني والله انا يعني كان نفسي طبعا مع فريق النادي الاهل الاول نجيب بطولة افريقيا لان اخر بطولة افريقيا احنا خدنا التانيمة مين نكسبها خسرنا من فريق كينيا كان تقريبا فريق كينيا لامم كله منتخب كينيا وحطه في فرقة خسرنا منهم اجسام بسم الله اجسام قوية احنا بنزلالهم باطفال لا 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 اجسام قوية والله زر جالب جد يعني يعني بشفك على البنات عندي ولكن والله احنا بشوية تنظيم وشوية تصبيت واحتكاك ممكن نقدر نكسبهم ان شاء الله ان شاء الله طب احنا دخلنا في ايه في اسئلة سريعة وعاديم منك الرد بسرعة انت شايف مستوى لعبة كرة الطائرة في مصر وصل لي فين لا زمان كان احسن زمان ايه ليه السبب زمان كنا بنشارك في بطولات عالمه وكاس عالمه ودوري عالمي كنا احتكاك رهيب كنا بنلعب اللاعب مثلا بلعب له اكتر من 20 خلال 30 مبارات وليه في السنة دلوقتي لا بعيد احنا شوية على مستوى افريقيا تقريبا اخر بطولتين ما حققناش غير ثالث او رابع اخر بطولة عالم دي برضو ما كسبناش ولا ماتش لا قبل كده كنا بنروح بطولة العظماء في اليابان كنا بنكسب كوريا ونكسب اليابان ونكسب على الاقل بنكسب المستوى اللي هو قريب مننا نعم دلوقتي لا احنا بعيدنا محتاجين ان احنا نعيد تركزنا مع فرقنا سواء الفريق القاومي الاول رجال او سيدات ونعيد ترتيب البيت ونشتغل على الناس ديات ونحط جهاز فني على مستوى عالي سواء اجنابي او محلي ما فيش مشكلة ويتنظم لهم برنامج قوي جدا نقدر نستعيد بي البطولة بتاعتنا هاني انت شايف ان احنا مسيطرين على القرى الافريقية ولا في فرق بدأت تسبقنا دلوقتي بأمانة بصراحة لا بأمانة دلوقتي فيه يعني تونس كاخر بطولتين اخدتهم مننا عندنا الكاميرون طلعة بمستوى عالي جدا نيجيريا طلعة في البنات والسيدات في السيدات والرجال او في الرجال كينيا طبعا في البنات حاجة هي بطلة افريقيا هي بطلة افريقيا والكاميرون بعديها لا الفرق افريقيا بتادت تتطور جدا وبتادت تعلق علينا لازم نلحق نفسينا يعني الفترة دي طيب انت شايف لما بنكون عندنا بطولات ونقدر نجيب محترفين بتوعنا من بره هل يفرقوا معاك في اللعب؟ اكيد طبعا انا اخر بطولة دي المفروض كان معايا محترفة ما لعبتش لو كانت لعبة كان الوضع يتغير لانها كانت هتساعدني كتير طبعا فكان لا كنت ممكن اكسب البطولة وعلى اقل المطش يطلع خمسة جيم فلا المحترفة طبعا معاك بتفرق لان احنا احنا كلعيب عندنا مهارات وعندنا امكانيات كويسة مهاريا المحترفة بتضفلك في الحتة حتة الطول وحتة البدنية بتضفلك كتير هل انت بتبقى عارف انت ما بجيبش اي محترفة بتجيب اللي انت بيحتاجه في الفرق اه بنحتاج المركز اللي احنا محتاجينه اللي هيدفلنا اللي هو النقص اللي عندنا فبتفرق معانا اكيد يعني طيب امكان بعض اللاعبين او اللاعبات في كرة الطائرة يقول لك ايه الكرة الخدم بياخد فلوس اكتر مننا وفي نفس الوقت الناس تقول لك لا ده مناسب قوي في الزمن اللي احنا فيه ده ده الوقت انت يا شباب من وجه نظرك ايه لا هو احنا قلنا قبل كده كانت الكرة في حتة تانية يعني معروف الرعاية والاعلانات والسبونسور بيجي للكرة انما انا شايف دلوقتي الوضع اتغير والوضع بقى احسن جدا لالعاب الصلاة عمتا بقى بالنسبة للرجال ما شاء الله فيه ارقام معقولة بالنسبة للسيدات برضو الفترة الاخيرة ابتدت الدنيا تتزبط بعد بالاحتراف اللي احنا بقولها ليه ده اه لا الدنيا ماشية في الطريق كويس يعني بالنسبة للعاب اللي يغير كرته القدم الدنيا بتتطور كويس ولو استمر الوضع كده الفجوة هتقل الفجوة بتقل هل انت شايف ان فيه لعيبة في الطيرة سعرها عالي جدا في مصر الفترة دي ولا بالملايين زي ما بيتقال كده على لعيبة الكرة والكلام ده كله ولا اتشافي الاسعار مناسبة بالنسبة للكرة الطيرة في الوقت الحل الاسعار مناسبة 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 جدا للمستويات الموجودة لان عندنا لعيبة مثلا فيه لعبة كتير بيجي لاحتراف بره بياخدوا برضو ارقام معقولة بره لو هو لو انا عاوز اقعدوا عشان يفيدني لازم اضطر اقرب من الارقام اللي بتجي له من بره طيب احنا لو اقول لك احنا حربت ادخل طيب دور الطيرة في مصر منتظم ولا غير منتظم وهل مفيد ولا غير مفيد لا الدورة في اخر كام موسم ابتدى يتزبط ابتدى يبقى قوي جدا ابتدى يبقى فيه منافسة من اكتر من نادي كل الاندية بقى تدعم كل الاندية بيجيب محترفين بتصرف لا فيه صرف كتير على الرياضة في النوادي في الفترة دي مش الطيرة بس في كل الالعاب بقى عندي كتير سبورتنج سموحة بيجيبوا محترفين عندي هنا هليوبلس في الاهل جاب محترفين في الاهل في الطيرة جاب محترفين كام لعيب طريب عنده اتنين لعيبة لعيب ايطالي ولعيب كوبي كوبي ليه كوبة بتتميز بلعيبة الطيرة ازان هي والبرزية امريكا تنوبية عمات انا كابتن متميزة جدا في الالعاب الصلاة يعني عندهم الالعاب الصلاة حاجة كويسة جدا وبعدين اللعيبة بتاعتهم عندهم جلد يعني اقوية بيستحملوا ظروفهم مشابهة لنا في حياتهم عمتا فبينجحوا عندنا في عندهم دوري سابت دوري قوي جدا بيفرز واللعابة بيطلع من صغر ومحترف برز لعيبتو كرة وهيطلع يحترف برز في اللي هما الصغارين الكويسين او دول اللي هما بيطلعوا بقدر دول بتبقى أسعارهم صعبة علينا يعني نجيبهم مصر انما هناك الدوريات برضو والدوريات هناك قوية جدا بتفرز لعب اي لعب هتجيبه من اي نادي هناك هيبقى مميز بالنسبة لك هنا معاكو يعني حبيبك بعض الناس بتقول لك ايه احنا المدرب الأجنبي زي المدرب المصري انت شايفه من وجهة نظرك ايه وانت اشتغال الوقت في التدريب بالك فترة طويلة مش اي مدرب أجنبي اجيب وكب لازم اجيب مدرب أجنبي يبقى احسن من مدرب المصري واللعابة والمدربين المصريين يستفادوا منه مش هجيب أجنبي وخلاص مغرب جنسية وخلاص لا لازم اجيب أجنبي سيفي قوي جدا عضب بطولات قوي جدا يكون رنك على مستوى العالم بحيس لما يجي يفيدني انا كمان كمدرب مين الدول اللي ممكن فيها مدربين كويسين يعني السربيا عندها مدربين كويسين ايطاليا البرازيل بولندا المدارس دي مدارس محترمة جدا طيب احنا معنا عبدالله عبدالسلام نجم مصر ونجم النادي الآلي عبدالله برضو عاوزي يقولك شوية كلام كده مصر ده اه انا بقولك نجم انا بقوله نجم بقض الناس في كل البرامج كله مهتم بالكورة واحنا كنا بنهتم بالكورة في الاول في برنامجنا بس احنا عاملين خطة برنامجنا احنا هنجيب كل معظم النجوم في الالعاب الاخرى ايا كان بشمنات الاهلي بس كله عنديت مصر وكلها طبع طبع معنا عبدالله عبدالسلام الماسترو الكبير اوي هنشوف هيقولك ايه ونرجع تاني نحل الكلام كابتن حمدي صباحة كلها كابتن مصر لك المحترم الجيل دريم تيمي بالنسبة لي الجيل ازاي بالتاريخ النادي الاهلي يعني اللي انا شفتهم وتمرنت معاهم والقابت معاهم زي طبعا زي كابتن ماجد ومدريب القادير كابتن ميله مسلحي وكابتن هايله مسلحي وكابتن عيما الرجدي وكابتن وقال عايده وكابتن السابع ومصان ومتى عايز انسح حد المركابات من القبار ربنا يا كربة كابتن حمدي تعلمنا منك كتير حدوزك طبعا اسطورة دعمك لينا وتشجيعك يعني بأخص طبعا كنوا قربين منك كانا وحما الصلاح طبعا فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا زي ما كنت نجمي كبير جوه الملعب خلقاً ولعباً إن شاء الله ربنا يكرمك كده إن شاء الله سنالي وتحقق البطولات كما عودتنا كابتن هتقول إيه لكابتن عبدالله حبيبي كابتن عبدالله يعني ماسته شاف إن في حب ود ماشى الله تاتشو ده هو بينك وبين كل سواء في البنات أو للولاد أو للرجالة حاجة تفرح يعني لأ عبدالله وأحمد دول برضو يعني برضو ده ابن التاني عبدالله برضو يعني أحمد ابن الأولاني أحمد دول عليك كبير ابنك الحقيقة لا يعني الاتنين أول ما تلعوا الدرجة الأولى يعني تبنتوا من تبقى كانوا مبشرين جداً باين عليهم إن هم مشروع تاريخ للنادي الأهلي ومنتهب مصر فطبعاً إحنا ساعدناهم مش أنا بس كل الجيل بتاعي يعني احتضناهم وابتدنا ننقلهم خبراتنا وهم الحقيقة كانوا بيستمعوا بيساعدوا بيساعدوا مستمعين كويسين أو كانوا بينفزوا يعني هم حتى دلوقتي لما ييجوا بيعودوا مع الولاد دلوقتي الدرجة الأولى ييجوا يقولولهم أنا في الموقف ده كنت بعمل مع كابتن حمدي كده وعلمني كده كابتن مجد قال كده كابتن أيمن قال كده فالخبرات بتاعتنا كلها الولاد أخدوها وبنقولوها كمان للجيل الجديد اللي موجود تشايف إن فيه نجوم جديدة طالعة في الكرة التالية عندنا لا الحمد لله نادي الأهلي طول عمره وفيه تواصل أجيال يعني فيه لعيبة تسد إن شاء الله بإذن الله يعني على طول عندنا النادي الأهلي مليان طيب إحنا وصلنا الوقت لحاجة صورة ولا تاريخ هجيب بعض الصور وهتحكي بصورة على كل صورة بس قبل ما نتفرج ونشوف الصور دي هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجرد أهلا بحضراتكم بعض الفاصل كابتن حمدي إحنا سعداء بوجودك معانا وبنسمع حاجات ممكن ناس إيه بتسمع حاجات مختلفة غير الكرة وخالص إنما هي كلها رياضات كلها قريبة من بعض إحنا وصلنا فقرة صور صور لها تاريخ هنعرض صور وحضرات الوقت هتقول على الصور ديت هتحكي حكايات كده بسيطة كده على كل صورة بس قبل ما نتكلم على الصور ديت أنا معي تقريرين من النجمات كرة الطائرة وهم أولادك عندنا نهلة سامح وعندنا زينة العالمي نسمع بيقوله إيه ونرجع تاني نتكلم معك يمكن أنا أكتر واحدة رعبت مع كابتن حمدي يعني بقى لي ثمان سنين من أول ما كابتن حمدي مسك الفريق وأنا كنت في الفرقة طبعا يمكن الحمد لله يعني دي حاجة لنا بتزدنا خبرات إن إحنا طبعا يكون المدير الفني بتاعنا في حجم كابتن حمدي طبعا في الكرة الطائرة طبعا كان لعيب مميز ومن أحسن لعيب في الأفريقية فكل ده بيفدنا إحنا يعني يعني إحنا طبعا مش هنتكلم على تاريخ كابتن حمدي بس هو كلعيب كرة طائرة فيعني ما شاء الله عمل تاريخ كبير وكان محترف في دوريات صعبة زي الدور لوسي فطبعا ده شرف لنا يعني إن يكون المدير الفني لعيب كرة طائرة على المستوى ده يعني يعني إحنا عدينا بقى بمواقف كتير يعني في الثمان سنين دي لو اتكلمنا ممكن يكون عشرين بطولة أو أكتر فأكيد عدي مواقف فرح وحزن وكل حاجة عدينا بيها في الثمان سنين دي يعني بس الحمد لله يعتبر ثمان سنين نجاح يعتبر حصاتنا أكتر من تسعين في الماء من البطولات فالحمد لله يعني كان يعني نجحين في الثمان سنين دي يعني مع كابتن حمدي الحمد لله في الزمان كان نفسي إن أنا أتمرن مع كابتن حمدي وهو من ساعة ما هو اللي جابني ومن ساعة ما جابني هو الصراحة بيدعمني جامد جدا وهو من أحسن المدربين لو أتمرنت معاهم وخبرته يعني يدي بالنسبة لي بتبقى بتعلم منها يعني والله هو مش حاجة يعني مش حاجة معينة بس هو كابتن حمدي قليل الكلام شوية فانو لما بيتكلم مع حد وكده ده يعني بيبقى حاجة بالنسبة لنا حاجة كبيرة يعني إن هو يقول لنا حاجة أو كده فمش فيش حاجة معينة يعني هو الصراحة شخصية يعني بنتعلم منه كلنا هتقول إيه لنهلة وزينة نهلة طبعا كابتانو هي كابتن فريق كابتانو مشهورة بالكابتانو يعني بلها كم سنة كابتان هي الثمان سنين اللي أنا كنت موجود فيهم هي كانت الكابتن أو أبلها كان أختها شريهان سامح طابدنا بالورا سكتانو الفنين الحقيقة من الناس أكيد أخلاق عليك جدا gegeben متميزين جدا نهلة يعني بالإضافة لنا هي لعبة متميزة لها دور كبير في الفرقة في تجميع الفرقة ولما الفرقة وكل اللعبة الحقيقة بتحبها وبتاصك فيها وكانت شركة نجاح معنا ومع الجهاز بطولات كتير كانت موجودة في الحمد لله في الاتنين وعشرين بطولة اللي حققناهم فطبعا لها نصيف كبير من حبنا ومن تقديرنا لها وزينة زينة طبعا زينة الدية التاني موسم لها من اللعبات المميزات جدا ناشئاتها لأ كانت في نادي السيد وجبناها من نادي السيد على مستوى مصر في مركز اربعة من احسن لعبات في مركز اربعة وكانت مميزة جدا في نادي السيد وجب الحمد لله عدرنا في الصفقة نحسنها السنة اللي فاتت لعبت معنا وفازت معنا بالدوري وكيه السنة اللي فاتت ومنتظرين منها كتير هي لسه مدتش كل اللي عندها انا بقول لها انت عندك اكتر من كده بكتير يا زينة طلعي لجواك يلا خليكي طلعي كل اللي عندك احنا محتاجين كل اللي عندك زينة لو طلعت كل اللي عندها يا لسه دايما اللاعب بيجي اول سنة لسه من اقلمش على الله اه بيبقى لسه الجو ما تاخدش عالجو ولسه نقعد تدريبات و يعني بيبقى جو مختلف عليه اكي وده اللي احنا تنقشت ده فيلم هي مستقى فن عالي ان شاء الله بيزل لها منتظر منها كتير الموسم ده بيزل ان شاء الله طيب احنا حنوصل الوقت لصور ولها تاريخ هنشوف الصور وتعلنها على كل صورة كده بصورة على كل صورة دي الصورة دي ايه ديت انا وقاية الشامية بعد بطولة افريقيا 2018 هي وقدة مسكب كسين اه احسن لعب واقوى ضارب اللي بعده ديت بطولة افريقيا 2019 برضو في صالة النادي الاهلي مع الجهاز الفني كتن مجدبيه بالله يرحمه ويرحمه فؤاد وكتن رانية المخاطط احمال وكتن منه العلاج الطبيعي وكتن اهيب مدير اداري اللي بعده كتن نهلة سامح كتن فري وكتن شروف فؤاد ديت بعد بطولة افريقيا 2016 كانت بطولة قوية جدا من اقوى البطولات اللي فوزنا بيها كانت في تونس فوزنا على كرتاش في على ارضه في تونس وسط جمهوره على ملعبه في وسط جمهوره اللي بعده ده كابتن خطيب طبعا الاسطورة بتاعتنا كان في تكريم بعد بطولة افريقيا كان وسام النادي الاهلي والتقدير بتاع النادي الاهلي كان لنا تكريم للفريق ودي الصورة دي كانت في التكريم بتاع الندري لما بتعودوا لما كابتن خطيب يعود معاك وبيتكلم معاك وبيتحسوا بايه كل الناس بتستمتع بالكلام مع كابتن خطيب وبيبقى مركزين جدا معاك لان هو كابتن خطيب كل سنة بيعود معانا كل سنة كل سنة تعودت خلصا كل سنة تعودنا على القاعدة ربنا ما يطاح عادة خاصة في بداية الموسم التحفيز قبل بداية الموسم والتكريم بعد نهاية الموسم الحقيقة بيبقى حاجة مهمة جدا تعودتوا عليها حلالة تعودنا على كده شاء الله تفضل لبعده دي برضو في بطولة افريقيا في الصالة بتاعتنا بعد المباراة النهائية فوزنا على فريق كرتاش 3-0 كان تكريم خاص من انه كانت الخطيب صمم انه هو اللي دين المديريا بنفسه الحقيقة كانت حاجة محترمة جدا واللي فيه معاك دكتور عمر علواني طبعا اسطورة بتاعت افريقيا في الكرة الطائرة ورئيس اتحاد الافريقي السابق ورئيس اتحاد المصري السابق راجل تاريخ كبير برضو طبعا طبعا اللي بعده دي نهلة سامح وآية الشامي ده بعد اللي فوز بالبطولة العربية في مصر برضو كنا فوزنا على فريق الجزائر فريق مولودية الجزائر ودي كان في استوديو برضو كنا في استضافة في استوديو في احدى القنوات اللي بعده دي بطولة افريقيا مع صارة امين ده الكاس بتاع بطولة افريقيا في صالة الاهلي بعد المباراة على طول واخدنا الصورة دي مع بعض يعني صار امين من احسن لعبات عندنا في مركز اربعة يعني لعبها مميزة واللي بعده دي المحترفة الجديدة دي انا رئيس وإحنا بنمضي معا العقد في لعبة مركز ثلاثة واحدى المحترفات اللي ان شاء الله تبقى اضافة لنا باذن الله ان شاء الله اللي بعده دي برضو صورة بعد بطولة عربية مع شروق فؤاد وآية الشامي وكساب طبعا معظم نجمات الاهلي بيسيطروا على كل الجواز الفردية في البطولات اللي بنفروح فينا ماشا الله ماشا الله احسن صناعة ألعاب كانت وآية الشامي برضو اقوى ضارب واحسن لها ربنا يزيد ويبارك طيب احنا معنا برضو عشان ايه لما بعض النجمات اللي موجودين في الفرقة لما عارفوا برضو ان احنا عارزين نتكلم معاهم عشان انت موجود معنا في حلقة خاصة من الكرة الطايرة فكلو بقى احنا لو سجلنا مع الفرقة كلها مش هنمنين لحد بكرة عندنا نادا وليد ودعاء الغباشي وصار امين عندنا التلاتة دول لاننا لو فتحنا مش هنخلص كابت الحمد دي شافني في الناشئين كنت تقريبا تحت 16 سنة لسه طلعها 18 سنة كنت ساعتها لسه ضريبة بس انا كنت دايما قصيرة قوي في ضريبة قصيرة فهو كان دايما شايف ان انا في ميزة استقبالي ودفنسي كويس فساعدني من 6 سنين بالضبط معايفة الفيرس تيم بالاول كنت تبقى زي اي واحدة صغيرة عندها 17 سنة متساعدها مع ناس كبيرة قوي كنت خايفة بس اوك عم بيشجعني كان عنده ثقة فيه كبيرة قوي ان انا اقدر يبليبره الاولى للنادي الاهلي وبجد يعني الحمد لله وفضل ربنا بقى كابت الحمد لا هو سعيدني كثير قوي لحد ما وصل ان انا بقيت حمد لله الرقم واحد في النادي الحمد لله الحاجة انا كنت هنا في ان اجيت النادي الاهلي من وانا عندي 16 سنة كان وقتها اللي مسك الجهاز كان كابت الرؤوف حتى لحد الوقت كل ما يشوفني يقولي الاستمارة بتاعتك لسه موجودة معايا فدايما كان يعني ما بيتمش ان انا اجي بسبب النادي اللي انا كنت ببقى موجودة فيه مش بوافق فالحمد لله انا جيت هنا كان اول حد يقدر يجبني النادي كان كابتان حمد الصافي وطبعا علاقتي به كل خير وكل حاجة كويسة حتى هو دايما انا هو في التمرين دايما اقول افه لقيب بيتطرق عليا وبيضحك عليا يعني فالعلاقة كويسة الحمد لله ما فيش اي مشكلة وبرضو السنة اللي بيتت كان بعد افريقيا كان كابتان حمد متأثر جدا ان احنا مكسبناش يعني البطولة واللي هو التأثير بتاعه وصله ان هو يقول ان هو خلاص مش عايز يكمل كلنا وقفنا جنبه قلنا له كابتان احنا جينا هنا عشان حضرتك وزاي ما بدأنا مع بعض ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد البطولة دي تاني مع بعض كابتان حمد يعتبر لينا زي ما يكون اب لينا في المرعب على طول معانا في كل حاجة وقت ما بنبقى عايزين اي حاجة بنقول له كابتان حمدي عايزين كذا يعني مثلا عايزين نريكوفري او حاجة هو كابتان حمدي بيبقى مسؤول عننا كلنا في كل حاجة حتى في الملعب في كل حاجة وشرف لينا طبعا ان احنا يبقى بمتمرم مع احسن لاعب في افريقيا ويعتبر مصنف احسن لاعب في العالم مواقف كتيرة قوي عدت علينا يعني بقالي اربع دي السنة الخامسة مع كابتان حمدي مفيش حاجة تقريبا وحشة او حاجة موقف حصل ما بيني وما بينه وحش على طول في ظهرنا وعلى طول بيستابورت جامد قوي في كل مواقف وفي كل الموتشاط وكل حاجة هتقول ايه بقى النادى ودعاء وصارة؟ النادى وليد الليبرو مميز جدا يعني كانت زغيرة في السن وكانت بتلعب دريبة وانا حولتها الليبرو في الدرجة الاولى كان لها يعني وجهة نظر فيها والحمد لله هي ازباد يعني ممكن يبقى لعيب مثلا مهاجم انت تحاوله للمدافع حسب خبراتك انت بقى اه عندنا الليبرو الليبرو ده الاختراع الجديد في الكرة الطائرة تعمل في اخر السنوات انه هو بيدافع بس بينزل مكان اي حد يدافع ورا بس اه اللي هو بيلم اه بيلم ويدافع واستقبل فنادى وليد كانت مميزة في الحاجات دي جدا وحولناها والحمد لله يعني قدمت مواسم رائعة مع النادي الاهلي وهي بيد الوقت الحمد لله بقت الليبرو الاختراعي بتاعنا طيب صار قلقت لك بعد ما اخصرنا بطولة افريقيا انت مقرر انك مش عاوز تكمل وهم قعدت حلو عليك وكملت ايه ايه صحة الكلام ده لا بس هو مش مش زعل لا انا كنت اوخد القرار من قبليها وقرار انت ايه هتقع اه كسبان خسران كنت هتمشي اه كنت مقرر ان انا امشي جالك عقدي مسلا في حتة تانية لا والله مش مسألت جالي عقدي عاوز تريح كنت محتاج ان انا رايح مرد ظروف كتيرة وكانت يعني يعني اخر كم سنة كان فيهم تعب كتير اوي يعني في ادارة الفريق وكده وبقى لي مع الفريق سبع سنين فانا كنت حابب ان انا رايح فترة كده وارجع تاني يعني اشوف ايه الموجود لكن خسارة الفريق في البطولة دياته وتمسك اللعيبة الصراحة رجعك في قرارة؟ رجعني في قرارة ما ادارت فيها طيب هل المدير الفني ممكن يكره ويحب لعبين؟ في ناس بتحب وتكره انت من اي نوع؟ لا لا خالص؟ يعني حتى لو لو حد ليه ما عز عندي ما ببينش خالص لا 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 ممكن ده بان من كلام اللعبين لما قالك لعبات لما قال ان احنا لما خسرنا وهو جي بيتكلم معنا هو ما بيكلمش كتير انما لما بيتكلم ببقى بين عليه الزعل لا هو انا يعني بحاول على عد مقدر طبعا ما بينش يعني اكيد بيبقى فيه ده احنا بنا قدمين لازم بيبقى فيه حد قريب منك شوية حد مشافي بس الكلام ده اما بي لازم المعاملة بتبقى كله زي بعض اكيد انت كأي مدير الفني بيحب اللعب اللي بيكسبه او اللعب اللي هو النجم اللي بيزهر شغله جوه الملعب فطبعا عندي المجموعة الاساسية دي بتبقى واخدى شغل كويس جدا زي المجموعة اللي برا ولكن انت في المعاملات بتعمل كل الناس زي بعض الاثناشر اللعيب سوا سيء شانا ما تقوزوا في وقت تلاقيه او يعني احنا ميزة عندنا في النادي الاهلي كمان الناس اللي برا قريبين من الناس اللي جوه يعني مفيش فروق كبيرة اوي بين اللعبة وبعض كل مركز الحمد لله عندنا اربعة كويسين وانما الغيرة دي بتبقى موجودة والمنافسة دي موجودة طبعا بتبقى المنافسة موجودة وكده واللعيب انا كنت كده وانا لعيب بسعاد بتهيالي ده المدير الفني ما بيحبنيش او المدير الفني يعني دعاء بتقولك دايما بيناكشني دعاء الغباشي على طول في التمرين يعني دعاء دي من اكتر الناس اللي محبوبة وسطينة وكده بس في التمرين تلاقييني برضو فوق دماغها وبزعالها وبناكشها هي كده التمرين كده لازم فيه كنترول يعني اه طبعا دلوقتي احنا وصلنا فقط بالجمهور تمام الجمهور هيتكلم على كابتن حمدي هنشوف يقول ايه بس قبل ما يبدأ نتكلم هل انت بيتحسوا بان الجمهور بيفرق كهير جدا معاك في الملعب؟ طبعا جمهور الاهلي ده حاجة اعشكوا بالنسبة لنا يعني لما الصلاة بتبقى مليانة من احسن البطولات اللي بنلعبها والصلاة بتاعتنا مليانة سواء في الاستاذ لعبنا بطولة جلنا جمهور يعني كنا باللعب فريق الجزائر مولدية الجزائر ومرة واحدة قبل الماطش ما يبتدي دخل خمس تلاف متفرج مرة واحدة مال الصلاة اللعبت الجزائر ما بقتش قادرة توقف هل اللعبت بتاعتنا بتتخضوا ولا متعودة؟ لا كانوا تعودوا الحمد والله كن عندنا كذا بطولة حضر لنا جمهور فاللعبت بتاعتنا كانت متعودة لعبت الجزائر ما كانوش متخيلين ان ازاي الفولي بنات يجلوا خمس تلاف متفرج في ماطش تلاعبوا الاهلي يا باشا الاهلي وعرفوا شعبات الاهلي وكنت طبعا لا اسم النادي الاهلي ده اسم تريند في اي حتة في العالم فرحة قوية جدا من اسهل المطشوط اللي كسبناها والله بسبب الجمهور بسبب الجمهور طب الفترة اللي كان فيها ولا اعوزوا بلاك كده ربنا ما يعودها تاني فترة الكورونا كنتوا بتعملوا ايه؟ فترة الكورونا كانت صعبة جدا علينا الحقيقة يعني كانت من اصعب اربعة تشهر مروا على الفريق ما حدش عارف يتمرم ما حدش عارف يتحرك اه كان الشغل كله طبعا زي كل الفرق الشغلة هنحاول نشتغل شغل منزلي شوية اه وحاجات كده اتصال وحافظوا عليها البدل ايه والرغم كده طبعا كانت فترة الرجوع طبعا اخدت مننا فترة طويلة عشان نرجع اللعيبة لمفتواهم ياه طب انت بفترة دي هل الجماهير بتحضر في الماتشات؟ ولا مفيش؟ الفترة دي ديت فيه جمهور بس مش مش جمهور برضو مش مسموحلنا باه لاهمة اهل اللعبة يدرييين والمدربين واللعبة والاويين بس origin طيب احنا هنا الجمهور حشوب يقول عليه عالكابتن حمد الصافي نجمع المصر نجمع نادل إيا ونرجع ثاني بعد كده نتكلم بقى على حاجات كتيرة جدا كنت خايف بعد ما أربعة أو خمسة من الفرقة سابوها ومشيوا كنت خايف أن الفرقة تضعف فلقيت أن حمدي صافي عمل حكتين سعد بنات من التحت 18 وجاب 2 من بره أو 2 من بره فالفرقة أنا رأي أنها رجعت قوية زي ما كانت وما تأثرتش بالناس اللي مشوا وأشكره على المجهود اللي هو عمل أولا أخلاقا من أحسن اللعيبة اللي واحد شافها أخلاقيا مهريا لعيب متكامل وإحنا تعشرنا مع بعض كتير وأفتكن له مباراة من المباريات كنا بنلعبها في كينيا وكنا بنلعب فريق تونسي هي الترجي الإفريقي وكان فيهم دريب ملوش حل كان تمالي بيطلع يضرب في الكرة الطائرة لما بطلع عضرب يما بشوت على الخط يما بشوت بزاوية فهو كان تضريب خط فالجيمي الأولين هم كسبوه بسبب اللعيب ده أنا مش فاكر الكوتش كمين بس الكوتش راح مغير ترتيب الفرقة بحيث أن بقى حمد الصافي طالع مساك للضريب ده والحقيقة قفل عليه الشبكة خالص وقدر أنه هو يوقف مفاتيح قوتهم يعني اللي بيكسبوها بيكسبونا بيها وكسبناهم ثلاثة واحد بتمناله كل خير كمدير فني للفرقة حمد الصافي ده من الناس المحترمة أنا حضرته أياما كان بيلعب في الأهلي طبعا كان رقم واحد وكان لابس في النار رقم واحد وطبعا ما ننسلوش الإنجازات اللي عمالها مع فريق الطائرة بنات وإحنا نتمنى أن تفضل الإنجازات دي تبقى على طول إحنا بنشجع الأهلي كطيرة كيد ككورة كأي حاجة أي حاجة بتحصل بنزعل جدا إحنا كنا الفترة فخرين جدا بفريق البنات بتاع الطائرة ونتمنى بعض اللاعبات اللي هما ميشوا من عندنا ما يقصروش على الفريق ونفسنا الفريق برضو يفضل ببطلات وحكطوا إنه واق كبير عندنا جدا يعني أنا بالنسبة لي فرقة الطائرة سيدات زيها زي كرة القدم بالزبط وأي فرقة تانية بنزعل جدا جدا لما بيحصل أي لقدر لا يقصر أو أي حاجة وبنتمنى وبنفتخت دايما بفرقة النادي الأهلي فرقة النادي الأهلي كلها ومدربينها واللعيبة أصلا اللي كانت طالعة من النادي الأهلي اللي بتجيب بطلات للنادي الأهلي الناس هي بسم الله من تبعاك ويقول لك إحنا بنزعل زيها زي فريقة كرة لأقدر رأسها حصل أي إخفاق هتقول إيه للناس دي بقى اللي هي اللي متابعاك وشايفاك وعارفة فرقتك إيه وبقول لك مش مهم اللي مشي مشي إحنا بنشورك إنه طلعت ناس أحسن من اللي مشي الحمد لله جمهور النادي الأهلي مش متابع كرة بس أمور النادي الأهلي وورا فرق النادي كلها في كل الألعاب دايما حسين بالكلام ده من خلال السوشال ميديا أو اتصالاتهم حتى بينا على الحسابات الشخصية بتاعتنا بيدعمونا وبيوقفين جنبنا ودايما في ظهرنا وإحنا بنقول لهم طبعا إحنا شغالين وبندعم الفرق على قد ما نقدره وإن شاء الله بإذن الله ما فيش هزة ولا حاجة وإن شاء الله بإذن الله الفرق بشغلها بطريقة كويسة جدا وإن شاء الله بإذن الله هنبقى منافسين على كل البطلات الموسم ده إن شاء الله انت بتدرب كم مساعة في اليوم يعني العادي بتاعنا في الأوقات العادية 3 ساعات 3 ساعات في الأوقات العادية في بعض الأوقات بيبقى قبله مطشط مهمة أو بطولات مهمة بيبقى التمرين 5 ساعات صبح وبالليل 5 ساعات صبح وبالليل تقسم على مراحل طبعا مراحل وحدات وحدة الصوكة وحدة بالليل طيب إحنا وصلنا الفقرة الوقتي وإحنا قلنا الحلقة دي حلقة خاصة لنجمل من نجوم الكرة الطائرة لمصر أنا بقول لمصر قبل النادي الأهلي لأنه فعلاً كان بمصر مصر زي ما قد تلكوا لعبة اتنين أولومبيل جيمز بكين وسيدني فيه أحسن من كده إيه فلما بيعد العيبة بيعد العيبة للمنتخب القومي بش اللي ناديه معين آه نادي آه فيه منافسة شريفة إنما في المقام الأول والآخر هو مصر زي ما احلم نتكلم فيه أرجو أرجو إن المسؤولين على الكرة الطائرة أو الاتحاد مع اللجنة الأولمبية يبقى فيه جدول سابت دخلوا الجمهور إن الجمهور عامل كبير جداً مع اللعبين بيوصل اللعيب الحالة من الانسجام مع الفرق ما الجمهور بينادي باسم لاعب لإنه إحنا جربنا الكلام ده كله إحنا الفقرة اللي جاية زي ما قلت إن دي فقرة فقرة خاصة إحنا الجمهور كان بيسأل وإنت بتجاوب إنما المرادة خلناها اللاعبات وهم اللي بيسألوا وإنت اللي هتجاوب جاهز معنا؟ جاهز هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجال أهلاً بحضركم بنهاية حلقة الليلة من المجالي وزي ما أقول لكم يا حلقة خاصة إن نجم استطاع أن يكتب اسمه بحروف من دهب على جدران النادي الأهلي وعلى منتخبنا القومي ولي كرة الطائرة على مستوى القرى الإفريقية دلوقتي إحنا بصلنا لوقتي إحنا كنا بلو الجمهور هم اللي بيسأل لأ دلوقتي اللاعبات هم اللي بيسألوا دي إحنا قلنا حلقة خاصة طبعاً عشان أنت موجود معنا نسمع اللاعبات هيقولوا إيه وهتجاوب على كل سؤال بسألوا إيه أكتر بطولة من الزلو السلطنائية أخدها مع نادي الأهلي بس في بطولتين اللي هي واحدة كلاعب وواحدة كمدرد كلاعب كانت في كودفار بطولة أبطال دوري كان فريق النجم السحلي بيلعبنا في النهائي وكان جاء منتخب تونس كله ومع اتنين محترفين من أوروبا كانت فرقة قوية جداً وإحنا ما كانش معنا محترفين إحنا كنا لعبة النادي الأهلي من غير أي إضافات نعم وقدرنا نكسب التحدي وكسبناهم 3 واحد في النهائي كان بطولة قوية جداً كله هي كلاعب وخط حصل لها كله هي كمدرب بطولة أفريقيا في أبطال دوري برضو مع النادي الأهلي في تونس مع فريق كرطاج وسط الصلة بتاعتهم وجمهورهم وقدرنا برضو نفوز في النهائي 3 فيه ما أدرك بالجمهور تونس سواء في الكرة أو في الألعاب الأخرى دول ما أقدرش أنساهم لها كلاعب طيب اللي بعده كنت عايزة أسأله بقى الحاجات اللي ممكن بقى بيقولها لولاده وكده هم يعملوا في الملعب يوسف وحمزة ونور ماريوم ثابت دي المعدة ناشئة عندنا طالع من فريق الناشئات ولها مستقبل باهر يعني ما شاء الله إن شاء الله تبقى إضافة قوية للفريق ومنطحب مصر الحقيقة طبعا أنا أولادي عمري ما ادخلت لهم في حاجة في النادي ما اخترت لهمش أي لعبة لا ولا اخترت لهم من اللعب أنا سبت لهم الاختيار طبعا لأن عارف حضرتك رحابي الغنان باسكت وحمز الصفي فولي طبعا فهم يعني سبت لهم الاختيار بس هم طبعا في منهم اللي شافني كانوا هو صغير معايا باستلم مدليات وزي يوسف وحمزة وشافوني يعني تمسكوا بالكرة الطائرة اللي انتصر يعني انتصر اللي بعده كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال مين أكتر مركز في المرعب شايفون هو أهم واحد فرح عايز برضو من نشآت بتتمرم معانا برضو منتهب مصر بس بينا على فرح شائية اوه بانوتا محترمة وكويسة جدا ولها مستقبل كويس الحقيقة كل مراكز الكرة الطائرة مهمة جدا احنا لعبة جماعية وكل الألعاب الجماعية كده ما بتعتمدش على فرض لا بتعتمد على العمل مجموعة ولكن بتختلف الأهمية النسبية لكل مركز عن التاني يعني انا شايف كرة الطائرة كل المراكز مهمة ولكن الفريق اللي بيمتلك معد وصنع العاب كويس بيفرق مع فرقته جدا يعني احنا كده لأسئلة خلص بتاعة اللاعبات كابتن حمدي لو قلت كابتن حمدي الصافي انت مين؟ تقول ايه؟ انا حمدي الصافي اسمه السولاسي حمدي الصافي عبد الحاكم عوض اه اه متزوج من كابتن رحاب الغنام نجمة مصر والنادي الاهلي في قرة السلة وعمل مجموعة الاتحاد لا لسا هنا بس عادي اتوقف هنا بس كابتن رحاب ايه اللي لم الشامع المغرابي؟ ايه اللي لم كرة الطائرة على السلة؟ النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي بيتمك كبير كلنا كنا بنبقى موجودين كده كفرق رياضية بنتبع تدريبات بعض بنشجع بعض في المطشاط كان وجودي في احدى البطولات الودية لفريق الكرة السلة في اسكندرية في نادي سبورتنج كنت انا ضيف شرف البطولة كانت بطولة لحاجة خيرية يعني فانا كنت اضيف شرف من المضعوين في البطولة وتقابلنا وحصل تعارف وتشجية وكده وحصل نصيب يعني الحمد لله خلاص الكوبس ايه دي الجات في الكوبس حصل نصيب ايه من بناء ادمى محترمة جدا ربنا اخلها لك يا رب ونشيطة جدا حتى على مستوى كرة السلة في الاتحاد المصر الكرة السلة عامله نشاط كبير جدا في التلاتة على تلاتة والميني باسكت فهي حاجة محترمة انا فخور بيها طبعا دي مع كابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي طبعاً الأسطورة بتاعتنا كان لنا الشرف إن احنا بننتخبه وندعمه واخدنا معاه الصورة داية مع كابتن طرق الغنام وكابتن رحاب الغنام وكان يوم جميل الحقيقة يا طيب كم لين بيت أسريتك؟ عندي يوسف الكبير 21 سنة محتار في فرنسا كرة طايرة في نادي بوتوية في فرنسا ودي المسم الثاني المحتار في فرنسا ولد صغير شاب صغير عنده طاقة وعنده إمكانيات النادي الأهلي سمح له إن هو يكتسب خبرات في أوروبا ويرجع تاني النادي الأهلي إن شاء الله يعني هو محتار في فرنسا دلوقتي ده المسم التاني محتار في فرنسا وربنا يكرمه إن شاء الله بإذن الله ويرجع الخبرات دي يديها للنادي بتاعه والنادي الأهلي لو طلب منك وطلب من النادي الأهلي إن يحترف برة وده يبقى دعم كبير جداً لمنتخب مصر في الفترة الجاية أكيد طبعاً وإحنا بنطلب إن كل الولاد الصغيرين في السن عشرين وتسعتاشر واحد وعشرين يطلعوا عشان هم دول الصغيرة بتاعتنا الفترة جاية لمنتخبات مصر هو بلايك محتار في فرنسا بيشجع فرنسا ولا بيشجع مصر هو طبعاً مصري طبعاً طبعاً وقالباً ومع النادي الأهلي باية الأسرة عندي حمزة حمزة الصافي طب إحنا إحنا معنا معنا تقرير ليوسف نشوف يوسف يقول إيه وبعد نرجع لنشوف أخواته التالي ماز بس إن شاء الله تبقى سنة سعيدة عليكم جميعاً وبقى الجهة رسالتي لكابتن حمزة الصافي إنه أحيشني جداً إن شاء الله ربنا مع السنة دي وقفقوا السنة صعبة بس أنا وصك إنه أدها وإن شاء الله ربنا كتب له السنة دي كل خير وربنا يقفقوا وتبقى سنة سعيدة على النادي الأهلي في كل ألعب إن شاء الله شكراً هتقول إيه ليوسف بقى أقول له ربنا يوفقك يا ابني أنت وكل زمايلك وإن شاء الله بإذن الله لازم كل اللعيبة زي ما قلت في سنة يوسف ياخدوا فرص لأن هم دول الزخيرة بتاعتنا في المستقبل لازم اللعيبة الصغيرة المميزة ده يوسف كان منتخب 17 ومنتخب 19 وحق تاني بستسكورر على العالم في البطولة بتاعة 17 سنة فجأت له الفرصة ديات النادي الأهلي حقيقة بشكره جداً إنه سمح له إنه هو يطلع السنتين احترافي ياخد فيهم خبرات هل بيدرس بره؟ لا هو احتراف 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 ها هو في الأكاديمية البحرية في سنة رابعة والجنال والسنة دي فهو طبعاً النادي الأهلي لو احتاجه في أي حاجة طبعاً هو خبرات بياخدها والنادي الأهلي موجود بيتنا يعني بيكلمك وبتكلموهما على طول؟ على طول اه في اتصالات وبنتبع مطشاته وبنتبع تدريباته وكل حاجة عظل إن كل فلوس رايحة في التليفونات ها لا ما فيه النظام بقى الجديد اللي هي الفيزباب والحاجات بي جديدة طيب ربنا خليهولك وتشوفه كده يا رب نجمة عالمي زي النجوم اللي احنا بشوفها على مستوى الدول الكبيرة فيه بعد كده فيه حمزة حمزة الصافي برضو لعب النادي الأهلي تحت 17 سنة وتسعتاشر ومتساعد مع كاب تنميد ومسلحي في الدرجة الأولى وبرضو فاز مع مصر مؤخراً ببطولة أفريقيا تحت 19 سنة وأخد أقوى ضارب في البطولة ناشاء الله الحمد لله العوام يعني خامة مبشرة الحمد لله وربنا يوفقه إن شاء الله بجم الله ونور نور بقى الزغيرة ديات حبيبة قلد الزغيرة الدلوعة 14 سنة بتلعبتها في النادي الأهلي تحت 14 سنة خامة برضو مبشرة وبنت من بنات النادي الأهلي متربية في النادي الأهلي زي إخواتها يعني مدام رحاب زوجتك ما درش يتأثر لأي حد فيهم يلعب سلة ما يلعبش طايرة في صيطرة في كرة طايرة طيب هنسمع نور حمزة ونور هيقولوا إيه ونرجع نكامل بقيت كلامنا زيك يا بابا منور كنات الأهلي وإن شاء الله تكسبوه كل البطولات في الموسم ده إحنا بتعلمنا في النادي الأهلي اللي ما فيش أي حاجة تقدر طرفه قدامنا ما فيش أي حاجة مستحيلة وإن شاء الله تكسبوه كل البطولات وبحبك ربا منور يا بابا قنات الأهلي مع كابتن مصطفى عبدو إحنا فخورين بك جدا كنت لعيب كبير ومدرد كبير وقد أي تحدي ممكن يقابلك وإن شاء الله بمجهودك كبير ومجهود فرقتك وبتوفيق ربنا تكونه أجبر من أي تحدي وده اللي تعلمنا في النادي الأهلي ربنا معاك وإن شاء الله تكسبوه كل البطولات في السنة دي ربنا خليهم لك يا رب إنت هويتك إيه غير كرة طائرة لو فيه ماتشي أهلي بيتلعب فريق أول كرة قدم وفيه كرة طائرة للنادي الأهلي هتتفرج على إيه أنا طبعا من زمان مشجع أهلاوي كبير لكرة قدم هتتفرج على إيه هتتفرج على الطائرة حسب الماتشي التاني في إيه يعني ماتشي مهمين ده في إفريقيا والطائرة في إفريقيا هتتفرج عليهمين لتنين لتنين اه طبعا تلفزيونين وأعود أتفرج طيب بتحب تفرج على مرة كرة قدم اه طبعا أنا ما بفوتش ماتشيات النادي الأهلي لازم أتفرج عليها خالص اه لازم لو ما عنديش تمرين ولا حاجة لازم ما هتتفرج عليها لو فيه تمرين صدف لازم يبقى فيه معادة تمرين في معادة الماتش بتفرج عليها في الإعادة يعني مسجلة هل مش ممكن تأجل تمرين لتفرج على مباراة معينة بيحصل 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 في بطولات مهمة بيتم تأجيل تمرين أو عمل معادة بدري عشان نقدر نتابع المباراة هل بعد مشارك الطويل ده تمنيت في يوم الأيام انت ليه ما طلعتش لعيب كرة قدم لا خالص لا حابب اللعبة نفسها حابب الكرة الطائرة وشاف نفسي مش موجود غير في الكرة الطائرة يعني حمدي هواتك يغير كرة القدم هو أنا اسكدراني طبعا بحب السباحة قوي أكيد والسامك والسامك والجنباري والهاجات دي أساسي يعني عمي لازم البحر ده أساسي بحبه جدا والسباحة بحبها بحب تنس طولة جدا بحب بقرة يعني كنته زمان قبل الفيسبوك والهاجات دي كنا نقرأ نجيب كتب نقرأ وكده دلوقتي بقى الاراية على الفيسبوك سهلة أي آخر حاجة قدتها ايه كان آخر حاجة قريتها اللي هي بتاعة عمر بن الخطاب اللي هي القصة بتاعة عمر بن الخطاب قصة عمر عبقرية عمر طلعت منها بايه؟ طبعا من العدل والمساواة والشخصية العظيمة دي يعني حاجة حاجة هل أنت بتطبق الكلام أنت بتقرده في الملعب مع البنات؟ أكيد طبعا بستفد منه في حياتي أن أكتر طريق للنجاح أن أنت لازم العدل ولازم المساواة ولازم أن أنت تبقى عادل في حياتك وصادق دي أهم حاجة عشان تنجح طيب هل لي كويات تانية وأخرى بتصطاد بتسافر بتعمل إيه؟ لا ماليش صبر قوي في الحتة دايماً السيد بحبت أتفرج على الناس اللي بتصطاد بس أنا معنديه الصبر إن أنا عندكش صبر إن بطلع سمك إن أنا أقعد مدة ساعتين ثلاثة باستي تاكل سمك أه بحب أكله قوي بتحب الأكل؟ أه بتحب أكلة معينة؟ يعني هتقول ما تقوليش السفود ما هو معروف السفود؟ لا السفود عادي يعني بحب الورق عنب الجلاش في لحم المفرومة الحاجات دي هات مميزة جداً هل المدام بتاعف تطبخ كويس؟ فظيعة ما شاء الله ما شاء الله ما هو باين ها 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 في أكلة معاناة أنت بتحبها؟ اللي أنت يعني ما بتستغناش عنها بتاكلها على طول؟ لا أو أكتر حاجة بنحبها أو دايماً بنطلبها اللي هي الماكارونة والإسكالوب والإسكالوب الواقبة السهلة الواقبة الأساسية بتاع الرياضيين طيب بتحب تخش المطبخ؟ أخي لا ما ليش أوه في يعني أما تغربت برة واحترفت برة كان معاك المدام ولا من غيرها؟ لا من غيرها يا جاتلي فترة هي ويوسف ابني عادوا معايا فترة بس في الفترة الأولانية كنت شغال بقى مطاعم النادي وكده مطاعم النادي إنما ما بتاعبش مطاعمش تطبخي طبعا خالص بتاكل بس ماشي بتحب الغنى طرى بالقديم بحب اسمع الغنى طبعا إيه بقى؟ إيه الأغنية اللي بتسمحها بترجعك للزمن الجميل مع مدام رحاب هي فيه أغنية الحقيقة كانت مرتبطة أوي يعني في الفترة إن احنا تعرفناها قلها بتاعت بس مش قديمة أوي قل لي هي محمد فؤاد الحب الحقيقي الحب الحقيقي طيب هي طبعا الرحاب دي عاشت معاك وشافت الغلب وإنت سافرت هنا وهنا وهنا وشافت مرارة معاك وربنا يخليكم البعض وإنت بصلاها كده في الكاميرا هنا كده حتقول لها الحب الحقيقي لمحمد فؤاد ودي كمكافأة منك فيها على الفترة الزمنية اللي عاشت معاك فيها والحمد لله تاتش وود استقرار كلها لا طبعا أنا بشكرها دايما على الفترة اللي عاشتناها مع بعض ولسه أنا عاشها على تربية الأولاد الحقيقة هي منتزمة جدا في موضوع تربية الأولاد ودراستهم وإزاي يبقى فيه التوازن بين الدراسة والتدريبات لأنه كلهم طبعا لعبة في النادي الأهلي بيلعبوا على بطولات ولعبة منتخب مصر فالموضوع بما بيبقى السهل خالص إن عملية التوازن ومتابعة الدراسة والامتحانات والحاجات الله يكون فؤونهم أنا بشكرك جدا بالإضافة طبعا لعملها التطوع في اتحاد كورت السلة واهتمامها بلجنة 3 على 3 والميني باسكت عاملة شغلة عالي جدا ومنتخبات بتاعتهم حققوا ومراكز كويسة جدا على مستوى العالم كمان في البطولات دي فبشكرها وبقولها ربنا يوفاك في اللي جاي إن شاء الله ربنا يخليك ليهم ويخليها ليكم ويخلولكم ولادكم يا رب وتفرعوا بيهم ربنا يخليك بتحب الأفلام الأبيض مسود؟ اه ايه بقى الفيلم اللي بتشوفه بيدي؟ ايه بقى أفلام إسماعيل ياسين قوي اه بقى كله إسماعيل ياسين وعب حليم حافظ يعيني اه ايه الفيلم انت بتشوفه كده بتبقى قاعد مبسوط بتضحك على طول إسماعيل ياسين اه ابن حميده طبعا ابن حميده اه وعبد الحليم عبد الحليم بحب اه الفيلم اللي هو كان فيه فقير ومنع منت اللي هتحيى الحفلة انت اللي هتغني يا منع بحب الفيلم ده صريح برد اه انت عب سلام النابولسي ايام من عمري اه ايام ومع صباح وكده مزبور وعب سلام النابولسي ده مانه انت لاعب او انت مدرب انك ظلمت حد او تظلمت والله يا بوس اه الحمد لله الواحد بيحاول يعني في شغله دايما انه ما يبقى عادل اه حتة اه ممكن يكون زي ما بقول لحضرتك الانسان حاسس ان هو الظلم بس هو ما الظلمش هو من وجهة نظره ممكن يبقى حاسس ان هو الظلم بس انا يعني بتحرى دايما في معاملاتي حتى الجهاز الفني بتاعي يعرف كده ان انا دايما بنسبة بحاول بنسبة الكمال لله طبعا ونعمل بالله بس باكبر نسبة ممكنة اقدر اعملها ان انا بقى عادل بين اللعيبة وابقى قدي كل واحد حقه ومظلمش حد دي بحاول اعملها طبعا لانه انت بتلعب ما حبيتش انك تظلم ولا تظلم حد لا لا الحمد لله انا وانا بلعب خطي حقي كامل الحمد لله النادي الاهلي مأصرش معايا والحمد لله هقاتوا كل حاجة في الكرة الطائرة بطولات وكده فبحاول اللي انا عملته وانا لعب اوفره للعيبة او اللي كان نقصني كمان يعني اللي كان نقصني وانا لعب احاول اوفره للعيبة على قد ما قد انت راضي بكل مشوارك الطويل سواء انت بتلعب او في التدريب الحمد لله الحمد لله الحمد لله لكل شيء طيب انت معاك رسالة الرسالة دي هبعتها على الواتساب على طول دلوقتي هتبعتها لمن وتقول فيها اياه هبعت رسالتين الرسالة الاولى لجمهور النادي الاهلي محتاجين ان انتوا تقفوا معانا الفترة اللي جاية محتاجين دعموكوا جدا احنا فترة انتقالية واحنا شغالين كويس اوي الحمد لله واللعيبة حاسة بالمسؤولية اللي عليها محتاجينكوا في ظهرنا عشان مش هنعدي غير بيكوا يعني والرسالة التانية الرسالة التانية باشكر مجلس ادارة النادي الاهلي برئيسة كابتن محمود الخطيب الحقيقة على وقوفه ودعمه للفرقة برغم كل الظروف اللي مرت بها كان واقف في ظهرنا بيدعمنا بيحاول يوفر لنا كل الامكانات المتاحة وكل الدعم اللي لازم ان احنا نفضل زماحنا ونحافظ على بطولاتنا الحلقة خلصت احنا بنشهرك على انك كنت ضيف عزيز علينا وان شاء الله تبقى عزيز على السادة المشاهدين واحنا بينالكوا قد ايه ان احنا مش برنامج بتاع انتجاه واحد لكل الانتجاهات وخاصة لابناء النادي الاهلي وغير ابناء النادي الاهلي احنا بردامج متنوع كل واحد عمل بصمة المصر في اي لعبة من اللعبات احنا طبعا بنرحب به وعلى دماغنا من فوق هنا في قناة النادي الاهلي احنا ما عندناش التعصب ولا عمرنا هنخش في التعصب احنا بنقول لا للتعصب ممكن احنا في بداية حلقاتنا جبنا لجوم زي كابتن حلم طولان وزي محمود الخواجة وكابتن مصطفى رياض وكابتن شاحت اسكندرية ولسه في نجوم تانين هنجيبهم ولسه عندنا النجوم تاني في ألعاب الأخرى فعشان كده احنا بنرحب بأي نجم من النجوم اللي حققوا على مصر واسعدوا جماهير الكرة جماهير الكرة المصرية سواء في الطائرة أو في السلة أو في أي لعبة من اللعبات الأخرى هنا على قناتنا للأهلي احنا متابعين في نهاية حلقتنا بتاخد الاوتوغراف بتكتب فيه كلمة للبرنامج تسمع كده تسمع كده أستاذ المشاهدين انت كتابت ايه؟ أشكركم قناة النادي الأهلي وبرنامج المجري مع كابتن مصطفى عبدو تحياتي لكم محمد الصوفي كابتن حمد احنا اللي بنشكرك انك سبت التمارين وسبت الكلام لكله عشان تقضي معانا وقت واتمنى ان انت تكون ماشي مبسوط وراضي على اللي احنا قدمناه لك كجزء بسيط من تاريخك سواء انت لسه هتديك التدريب كتير انما في تاريخك وانت لعب الحقيقة انا اذا كنت سعيد جدا مع حضرتك اكتب مصطفى يعني اللي ما تدخلش انا سعيد بوجودي معاك النهاردة ومن اسعد واحسن الحلقات اللي انا ظهرت بها في الاعلام مع حضرتك وانا سعيد بوجودي معاك ربنا خليك حبيب كده حلقتنا خلصت على امل لقاء بيكم معانيك بجديد من نجوم الرياضة المصرية في المجري اسبوع الخير